اهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا في عالم طب الأسامة واحد من النجوم هذا العالم والحوار كثير للغاية لكن خليه بدي أبدأ لكم بالتاريخ 1972 كان تاريخ مهم جدا لأنه هذا اليوم أو هذا التاريخ هو الذي قدم فيه أول جهاز أشعة مقطعية للعالم يلا يا جماعة هنصور بأشعة مقطعية ودي كانت نقلة مهمة جدا لكل فرع الطب اللي قدم الجهاز كان السير جودفاري هونسفيلد وده واحد من أشهر الناس اللي طوروا الأجهزة الطبية في العالم هونسفيلد عمل فحص الأشعة المقطعية بداية على الدماغ كان سنة 1971 وقدم الجهاز للعامة سنة 72 وبدأ استخدام الجهاز بشكل كلينيكي 74 الحقيقة في نفس الوقت اللي قدم فيه هونسفيلد فيه في إنجلترا كان فيه واحد اسمه كوزمك ألان كوزمك ده برضو عمل جهاز مشابه وأمريكي والاثنين خدوا جهازة نوبل نظير الاختراع ده سنة 79 وطبعا بلا شك الأشعة المقطعية يعني غيرت وجهة الطب وخصوصا في فروع معينة زي المخ والأعصاب أمراض المخ الأشعة المقطعية في العظام الأشعة المقطعية في الأثنان وفي كل فروع الطب الحقيقة هنا نقف قدام حاجة مهمة قوي التكنولوجيا بتفيدني بشكل أكيد مشكلة إنه في بعض الناس لا تواكب التكنولوجيا لسببين التكنولوجيا بلا شك مكلفة ففي بعض الناس سبب عدم واجبتها للتكنولوجيا هو سبب مادي أو سبب اللي هو عدم درغمه في التطوير عموما أنا شغال بكده وبقالي سنين شغال بكده وأقدر أنجح بكده كنت بنجح بكده فليه هنطور طالما أنا اللي أنا عملته في العشرين تلاتين سنة اللي فاته كنت بعمله بأشعة دي أشعة عادية بانوراما يعني طبعا ده اسمه بيسموه الثقة المبلغة والمفرطة في الخبرة ودي عواقبها بتكون وخيمة جدا والبخل على المريض بتقدم التكنولوجيا ده اسمه بخل على المريض في كل فروع الطب موجود في ناس كده في كل فروع الطب عندها بخل على المريض بخل على نفسها يعني السماعة الفلانية تطورت السونار الفلاني جيه الايكو العلاني جيه أنا بعندي الايكو بتاعي القديم شغال بيزا الفل وهو قال لا ده بخل أرجوكم الكلام للزوملة بلاش البخل ده المريض من حقه الأفضل هتكلفه أزية سنة يا أخي ده جنيهات طالما لمصلحته وطالما برضه في حدود الضمير يعني مش في حدود الاستهباء مش في اتجاه الاستهباء يعني ضيف العزيز واحد من نجوم عالم طب الأسنان ضيفي اللي منورنا في الدكتور الدكتور محمد سامح الحديدي أخصائي زراعة وتجميل الأسنان ماجستير زراعة الأسنان من جماعة القاهرة المؤسس لمراكز رايدنت لزراعة وتجميل الأسنان وعضو الجمعية الألمية لزراعة الأسنان بالولايات المتحدة أهلا بيك أهلا بيك يا دكتور الأشياء المقطعية غيرت وجه العالم طبعا الأشياء المقطعية مهمة جدا في الأسنان بشكل عام يعني أصبحت كمان بتدخل في كل فروع طب الأسنان دلوقتي إذا كانت زراعة حتى حشو العصب الأشياء المقطعية مهمة جدا فيه في حالات الريتريتمنت مثلا أو في حالات إعادة حشو عصب قديم مهمة جدا فيه تشخيص حاجات كتير جراحية في طب الأسنان إذا كان في جراحة وجه وفكين مهمة جدا فيه التقويم كمان ممكن نعمل أشياء المقطعية بتساعد فيه حاجات كتير في التقويم أو فيه حاجات تقنيات حديثة في تقويم الأسنان وأجهزة حديثة بنتطر نعمل لها أشياء مقطعية عشان نقدر نحرك السنان من خلالها حاجات كتير جدا في طب الأسنان أصبحت العشاعة المقطعية تعتبر رقم واحد نحن هنقدر نعمل خطة علاجية مناسبة للبيشنت أو للمرضى بتاعناه مهمة فقد الأسنان بقى موجود في مجتمعنا المصري بشكل مرضي الحقيقة وأقصد به فقد الأسنان في جزء الخلفي تحديدا من الفم اللي مش باين قوي اللي بتاع المريض إنه مش باين قوي بس هو بيبان بشكل المريض نفسه ما بيفهموش إن الوش والشفايف بيبقوا متأثرين فحكيلي بقى حكيات تأثر الوش موضوع التأثر شكل الوش بفقدان الأسنان موضوع مهم جدا وموضوع كبير مبدئيا خلينا أحكي لحضرتك إن التأثر الأسنان دايما الأسنان لما بتقع أو بيفقدها المريض بصورة كبيرة أو بعدد كبير بأثر جدا على شكل وشه وشكل عضلات وشه خصوصا الأسنان الخلفية والأسنان الأمامية تحديدا إذا كانت الأنياب بتأثر على الشفاة العلوية يعني فقدان الأسنان في المنطقة الخلفية بتأثر جدا على عظام الفك السفلي لأن الأسنان بتبدأ تميل في المكان الفاضي وبالتالي انحصار مستوى العظم بعد خلع الأسنان بأثر على العضلة اللي مسكة في العظم ده وبالتالي يأثر على شكل خدك وشكل وشه الأسنان العلوية بقى بتأثر على أو الأنياب العلوية بتأثر على الشفاة العلوية يعني لو شفنا مريض فقد أسنانه العلوية أو أسنان الفك العلوي خصوصا الأسنان الأنتيريور أو الأسنان الأمامية والأنياب خاصة هتشوف شكل وشه عامل إزاي وشكل شفته وراجع لورا إزاي يعني يمكن يكبروا الشكل في السن أكتر من 20 سنة تقريب عندنا صورة موجودة لمريض فقد شكل أسنانه العلوية أو فقد أسنانه العلوية ونشوف الشفة بتاعته راجع لورا قد إيه يعني حضرتك البيشنس دي تقريبا سنها مش كبير قوي لما هي فقد الأسنان العلوية كلها حتى السنتين ثلاثة اللي موجودين متهلكين فشكل الشفة أو شكل الشفة راجع لورا منحسر تماما لأن الصبورت بتاع الليب أو اللي بيسند الشفة العلوية مش موجود الأسنان مش موجود فبيرجع ينحسر زي ما قدامنا في الشاشة يعني يمكن الصورة دي حضرتك تديها سن كام يا دكتور أيم عنها ستينات بالمنظر دا تديها ستينات ستينات وهي يعني طيب البيشنس دي تقريبا هي فعلا في الستينات يمكن هنتشوف الصورة لها في الحلقة تكون مركبة أسنانها هتشوفها حضرتك يعني بيشنس زي دا كده مثلا هو نفس الكلام هو في الستينات لو شفت الصورة اللي فوق لو شفت الصورة اللي تحت بقى بس هتدي له أربعينات تمام أو خمسين كيس سنة بالكتير عشان شوية تشعر الله بيتدور واخد بالك لأنه هو السبورت بتاع الليب بدأ يرجع تاني شكل أسنانه بدأت ترجع تاني أو شكل وشه بدأ يرجع تاني الموضوع مهم جدا وأنا بحب أركز عليه لأنه هو بيتأثر بكل حاجة الحقيقة بيتأثر أول حاجة بشكل أسنانه بيرجع تاني فشكل عضلات وشه بيرجع تاني بيرجع يعرف يتكلم بصورة سليمة تاني لأن السبورت بتاع الليب والوش ده بأثر كمان في حركة الشفة بتأثر على النطق بصورة كبيرة جدا يعني يمكن فيه ناس مشكلتها بس جاي يعمل أسنانه عشان مش عارف يتكلم كويس وفيه على الأغلب من المرضى بيجي عشان الشكل الشكل شفته والناس تانية بتيجي عشان الأكل يعني التلات حاجات دول مهمين جدا إنما اللي يفقد أسنانه العلوية خصوصا بيجي مخصوصا علشان الكلام وشكل وشه الشكل بيكون مهم جدا بعد فقدان الأسنان دي طلق تحويد الفك العلوي والله الطريقة الأشهر والأحسن دلوقتي هي زراعة الأسنان زراعة الأسنان في الفك العلوي أصبحت مهمة جدا ويمكن عدد الزراعات فيها بيكون تقريبا ست زراعات لأن عضم الفك العلوي بيكون عضم ضعيف شوي عضم ضعيف أنا يمكن بنركز في الحلقة على الفك العلوي علشان الكلام اللي احنا بنحكي عليه بيأثر أكتر بكتير من الفك اللي تحت في الشكل ليه بيأثر في الشكل لأن الفك العلوي هو المد السبورت بدأ على شكل اللب أو الشفة العلوي المد السبورت طيب أنا لما أفقد أسنان العلوي في الفك العلوي احنا دايما بنتكلم عن كسافة الفك اللي فوق ضعيفة شوي كسافة العضم في الفك اللي فوق ضعيفة فلما يفقد أسنانه انحصار العضم أو انحصار اللاسة في الفك العلوي بتكون أسرع بكتير من انحصاره في الفك السوفلي لأن كسافة العظم في الفك السفلي أكتر بكتير من اللي فوق فبنعوض الفك العلوي بست زرعات دايما لما نعوض الفك العلوي بست زرعات بنقدر نحمل عليهم تركيبات كاملة أو بنقدر نعمل فيهم عدد 12 سنة ودرس في الفك فبيقدر يأكل بيهم بشكل طبيعي ويرجع شكل وشه زي ما كان في الأول بشكل طبيعي وكلامه كمان بيتأثر بصورة كبيرة جدا يمكن في أول أسبوع أو أسبوعين من زرعات الأسنان الأشياء المقطعية اللي بد فيها أنها تعمل قبل الزراعة لازم منداتوري لأننا نحن كان بداية كلامي عن الأشياء المقطعية الأشياء المقطعية مهمة جدا في زرعات الأسنان كمان الأشياء المقطعية دلوقتي يمكن في نفس الموضوع هشرح لعددك حاجة بسيطة إحنا الأول بنعمل بلان هنحط الزرع فيه ممكن الفك نفسه يكون راجع لورا شوي أنا هتكلم على حاجة لها علاقة باللبساب بورت أو شكل الوش هيفرق إزاي في الأشياء المقطعية أنا قبل ما أعمل زرعات أسنان المفروض هعرف هحط الزرع دي فيه لو أنا هحط الزرع والبيشنت ما عندوش عظم كفاية أو العظم بتاعه نفسه والبيز اللي هحط فيه الزرع هو اللي راجع لورا زيادة وحطيت الزرع على ورعه فأنا هيفضل عندي مشكلة في اللبساب بورت فساعتها ممكن نلجأ لزراعة عظم عشان أتخن العظمة نفسها عشان أحط الزرع قدام شوي عشان أرفع اللب شوي واخد بالك حضرتك لازم أطلع شوي قدام عشان اللبساب بورت ييجي لو حطيتها الورا خالص من غير الأشياء المقطعية مش هعرف هل البيشنت ده محتاج تزويد عظم مش محتاج تزويد عظم لما أزود عظم هل هرجع بشكل شفته للشكل المطلوب ولا مش هرجع به للشكل المطلوب كل الحاجات دي من غير أشياء مقطعية مش هنقدر نعملها كل الحاجات دي من غير يعني يمكن هنا دلوقتي في الحالة اللي ظهر قدامنا دي بنشوف شكل شفته عامل إزاي بعد تركيبة الأسنان بنبدأ نشوف حركة الشفة وحركة الشفاف على الأسنان وهي بتركب بعد زراعة الأسنان لأن هي حاجة مهمة جدا نحن نتأكد منها لأنه لو زرع وشكله مرجعش طبيعي زي الأول أو فيه دفكت في اللبساب بورت أو فيه دفكت في التركيبة هيكون هيحس أنه ما عملش حاجة فمش بس أنه هياكل وشكل وشه ومش مظبوط نازم نهتم بكل حاجة بالفانكشن والشكل والشكل الاتنين هند و هند بالعيان بيبقى راضي راضي وهو بيقدي وظيفة السنان لأكل والمضع راضي هو بصص لوشه وابتسامته وش في فضع السكون والحركة عضلات سليمة عضلات بتتحرك ابتسامة وكلام نطق حروف السنان مظبوطة بتنطق الحروف مظبوطة السين في مكانها الصاد في مكانها أعرف فرق بالاتنين أعرف تنطق الحروف النغم بتاعها المظبوطة مهمة جدا و أنا عشان كده أنا بقول لحضوطك دايما بحب التحميل الفوري على الزراعات بحبه ليه؟ علشان التلات شهور دول بيفيدونا جدا جدا أن المريض خصوصا اللي هو فقد أسنانه من زمان أو بقاله فترة سنة سنتين فقد أسنان مهمة جدا في التلات شهور دول يتعود على طريقة الكلام يتعود على طريقة الأكل الجديدة لأن أنا بغير البيت أو بغير شكل وشه بيتعود على شكل وشه وفقدان الأسنان والعظم بيغير كتير في شكل الوش فالتلات شهور دول تلات شهور دول بيتعود على طريقة الكلام والأكل لو فيه أي تغيير في الحروف ممكن نغيره فيه التركيبات النهائية الأسنكت بتاع التصوير ده غريب بالنسبة لي بص إحنا بنتكلم على الشكل الوش والتركيبات في شكل الوش طيب إحنا عندنا حالات ممكن تكون جاية بس عشان مشكلة في العظم وبالتالي تأثر على شكل وشهور فأنا لو مش عارف المشكلة فين ممكن أحلهله بتركيبات وساعتها حيلاحظ المشكلة أنا واخد تصوير الأسبكت ده من وراء علشان أشوف مشكلة هو جاي يشتاكي من شكل وشه وشكل عضلات وشه لو حضرك شفت الصورتين هتلاقي الصورة اللي لابس فيها قميص أزرق دي أو الصورة اللي هي على شمال الشاشة على شمال الشاشة هي هتلاقي خده عريض من وراء ماشي دي بعد الجراحة أو بعد التجميل وشه رفع شوية بعد التجميل فإحنا الصورة دي مهمة جدا لنا في التشخيص فبنرجع لك نفس الصورة تاني ممكن نشوفها يعني هو كان عنده مشكلة فيه بروز فيه الفك من هنا وكان جاي يشتاكي من شكل دي حكته وشكل وشه لما بصينا على سنانه إنترا أورال أو جوه سنانه هنا سنانه التطابق مهم جدا عملنا أشعة مقطعية لقينا فيه بروز فيه شكل الفك من ناحية دي يمكن ظهرة في الصورة دي يمين وشمال من تحت هدانه وكده هتلاقي العظمة فيها بروز من هنا يا دكتور أيمان أيها طبعا فالبروز ده لما بصينا للأسنان يمكن أنت مش هتعرف أنه ده هو ده إلا بسنانه تحس أنه هو لا عمل عملية تجميل ما احنا عملين له تجميل بس ده جراحة فإحنا بصينا في سنانه مش لقينا سنانه هي اللي عملية المشكلة بالعكس المشكلة فيه الفك من هنا فعملنا فتحات إنترا أورل من جوه وعملنا له ناحة للعظام الفك من يمين وشمال وأصبح شكل وشه زي ما حدثتك شايف كده نتيجة ممتازة جدا ومرضية جدا فأنا جبت الصور دي علشان نقول أن المشكلة ممكن تكون من شكل بما أن احنا بنتكلم على شكل الوش وتغير ممكن ما نعملش تركيبات وهتغير الشكل لا هو الشكل هيتغير بيه نحنا نعرف المشكلة فيه مشكلة عرفناها عن طريق الأشياء المقطعية اللي عملناها وتزبطت بجراحة فكين زبطنا عضمة الفك السفلي من هنا والعضمة من هنا فيه يمكن النتيجة بعد حوالي مرور أسبوعين من إجراء العملية أول مرة نشوف نوعية دي من الحلال تعالوا بقى للأسئلات السريعة التركيبات بيتغير لونها؟ في ناس كتير تسألني السؤال ده لا هي تركيبات فوق الزرع أو تركيبات عموما؟ بص التركيبات عموما المفروض لونها مايتغيرش إذا كانت مستخدمة من ماتيريالز كويسة وحاجة مضمونة لها استابلتي عالي مفروض ما تتغيرش يمكن الحاجات اللي بتتغير الحاجات القديمة الحاجات اللي بتكسر هي البورسلين يمكن بيقشر بعد خمس ست سنين كده ولا حاجة بيروح مكسور ويظهر لونه من تحت المعدن تعالوا نشوف السؤال التاني عن أفضل التركيبات بالنسبة ليه كبار السن معرفش ليه سؤال أفضل التركيبات مش شرط لكبار السن أو صغار السن بص هو أفضل حاجة لكبار السن ويمكن يقصد في السؤال نعمله زراعة ولا نعمله تركيب متحرك التركيبات المتحركة لكبار السن أو اللي زروا الاحترارات الخاصة أصبحت متعبة جداً ليهم يضطر يشيل الطقم وينظفه والأكل بينزل تحته فبيتعبه جداً وبيخليه نرفز دايماً إنما الزراعة والتركيبات السابتة هي أفضل حاجة ليه كبار السن والذي هو الاحترارات الخاصة السؤال التالت ده سؤال خبيث شوية بيسأل عن اختلاف نوع التركيبات هل يؤثر على الشكل الجمالي؟ يعني تركيبة غير تركيبة أعتقد برضو الماتيريال طبعا الماتيريالز بتأثر على الشكل الجمالي للتركيب للمادة المواد لأن أنا عندي مثلاً تركيبات يمكن البورسلين زمان كان هو من أحسن الحاجات اللي ممكن تديلي في الشكل الزركون أوبيك شوية أو يعني مصمت ما بيعديش اللايت هو مصمت ضوئي غير الإيماكس الإيماكس شفاف شويتين فإيماكس بيديني في الشكل فاختلاف الماتيريالز بيأثر على الشكل الجمالي طبعاً ما فيش كلام إنه هو بيأثر على الشكل الجمالي اختلاف الماتيريالز تختار نوع كويس أو نوع ممتاز في التركيبات بيأثر طبعاً على الشكل الجمالي إنك تختار الدكتور اللي هيعمله طبعاً والفني اللي هيشتغل أو الماتيريالز الكويسة اللي هتفضل معك وقت طويل زي السؤال الأول هيعيش وقت قديم مهمة جداً في الشكل الجمالي طبعاً حقيقة النهاردة انت خدتنا البعد مهم جداً في عالم طب الأسنان خلنا نقول إن طب الأسنان ما بقاش بس هو فكرة سنان الفم لا احنا خدنا بعد أكبر لازم تطلع لبرش بقى طلعنا لبرش جامل احنا طلعنا لبرش قوي تطلع لبرش شفنا الابتسام شفنا الشفايف شفنا عبرات الوجه بل إن احنا رحنا نشوفنا محيط الوجه والملامح وعيوبها الأسنان أو طب الأسنان يستطيع أن يتعامل مش بس الداخل فقط دايماً كطباء أسنان يعني اطلع بره الفوكس بتاع السنة من جو يعني اطلع بره حشوات العصب والقنوات اللي انت زيني نفسك فيها بقالك حشو نفسك فيها بقالك فترة يعني اطلع بره شوية وشوف الحالة محتاجة إيه وإن شاء الله هتدي نتيجة كويس مع الاهتمام بتفاصيل الداخلية لا التفاصيل أنا ما بنكرش التفاصيل الداخلية هي الأساس اللي هيشتغل عليه بس نقصد الدياجنوزيس من البداية مهم جداً أنك تعرف الحالة عايزة منك إيه أو هتروح فيه لازم ننظر بشكل دخيل جداً لكل ما هو محيط كل التفاصيل لكل التفاصيل لأن ده هيفرق معنا قوي ضيف العزيزة الخيمة العلمية المتميزة المبدأ في حواره اليوم اللي خدنا بره الصندوق الديق إلى الصندوق الأكثر رخابة الوجه الابتسامة الملامح كلمة من النهاردة حلقة لو أنا قلت لكم حلقة الملامح ملامح ملامح حد تتكلم عن طب الأسنان ولا تتكلم وتجميل هو ما بقاش في فارغ تجميل بقى مش تجميل سنان ولا ابتسامة لأ تتجميل وش كامل ضيف العزيز الدكتور محمد سامح الحديدي أخصائي زراعة الأسنان مجلسير زراعة الأسنان من كل الطب جامعة القاهرة المؤسس لمركز رايتن لزراعة وتكميل الأسنان عضو جمعية العلمية لزراعة الأسنان واللعوات المتحدة الأمريكية نورت وشرفت وأقول إيه خركتنا من المحيط الدية إلى رحابة الوجه رحابة عجبني قوي الحالة الأخيرة الحالة الأخيرة عجبتني في أنه إزاي شخص مدرك لمشكلته وراح لطب الأسنان وفي ناس زيه كتير عندهم نفس المشكلة مستسلمين لها يمكن الحالة ده جايلي من محافظة تانية بعيدة جايب بس علشان عنده مشكلة في شكل وشه ومحدش عارف حددها إيه أصحابه بقى لهم هو عنده 32 سنة أصحابه بقى لهم فترة طويلة بيتنمروا عليه هو جاي يقول لي بيتنمروا عليه علشان شكل وشي في حاجة غلط ومحدش عارف إيه الحاجة الغلط الأشياء المقطعية فديتنا كتير في الحالة وعلى فكرة إحنا طمناه جدا أنا فضلت شهرين مش عايزة اشتغاله الحالة ليه؟ لأن فيه ناس دلوقتي ممثلين وناس معروفة جدا بالعكس بيروحوا يعرضوها آه بيعملوا آه بيعملوا تيكسس تيكسس مسلا البنات بيعملوها آه بيروح يعرض الفك آه شوف إحنا هنا كنا في الحالة دي محتاجين نرفع شوي آه لأنه هو وشه ما يناسبوش ما يناسبوش أنه يعرض بالعكس بقى شكله أجمل بكتير تحسه إنسان تاني لو ما شفت الصوره هتحسه إنسان تاني خالص هو لفت نظري إنه خطر في باله إنه هناك حل لهذه المشكلة كل حاجة لها حل طب الأسنان آه لو شفنا الصورة بتاعته قابله وبعد هيبان قوي إنه الشطارة في اللي بعد لأنه في الأول إيه عم في إيه؟ أنا ممكن أقوله أنت عندك بضي دي سميرفكس اندروم لما شوفه بعد بضي دي سميرفكس اندروم دي حالة مشهورة جدا اللي هو غير رضي عن شكله أيه دي اللي بيهرب منها دا كاتة تجميل أنا هربت منه شوية انتقلقت منه كان لازم نقلق منه أنا هربت منه شهرين 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 عشان تتأكد من صدق أنا أشوفه عايز يعمل العمل لأنه هي فيها فيها كومبليكيشن عالي آه إنما بالاحترافية والتشخيص الدقيق هنقدر نوصل للطيج المزبوط إنما أنا مش هجري أعمل الحالة وأنا مش متأكد هل هو فعلا عايز يعملها علشان كده أو لا لأن أنا بالنسبة لي هو جاي شكله حلو هو جاي يعنيه خضره هو شباب لا لا شكله هو ممكن شكله عادي جدا عادي جدا عادي ممكن تديله بوتوكس يعني فيه ناس كتير تديله بوتوكس عشان ترايح المسيطة هو فضل يقول لي أعمل دي كده كده آه عايز يعمل دي سيكشن دي لا آه يعني هو ماسك العضلة وبيقول لي العضلة المسيطة يقول لي العضلة دي لو بقت كده هتبقى كويس بس هي مش كبيرة لوحدها هي كبيرة نتيكة إن إن في حاجة في المندبول تطلع طلع بس لا لا أنا أعجبتني الحلقة دي قوي هناخدها مرة جاية بالتفصيل عشان نتكلم على الجراحة كيف أجريت هازم أنا ممكن هناخدها لحضرتك ب احنا عمل لها سيرجيكا الجايد أو دليل جراحي وبلان كاملة بفيديو قبل العملية عشان هو وريد له الشكل وهي بعمل إزاي وهنفتح من فين وهنضخم فيه كل الحاجات دي تعملت في العملية كانت حالة كبيرة وخدت فيها أعداد حوالي أسبوعين أعداد وبعد كده عملنا العملية عملناها بساعتين طيب احنا عايزين الحلقة دي بالتفصيل المرة الجاية عشان منظلمش هذه الحلقة والجهد اللي اتعمل فيها في مجرد صورة قبل وبعد لا الموضوع أكبر من كده بكتير لأن العملية قوية جدا جدا نوعية دي من الجراحات كان زمان قوي من سبع تمنى سنين أو عشر سنين كانت تعتبر من الجراحات يعني يعني ما حاش بعملها كتير وليلا قوي فانت نورت نورا كتير ألي كتير من مطلق تو ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم هذا يوم هام من الغاية خلينا أقولكم أن احنا بنعمل حاجات كتير تضر بعيوننا يعني في دراسات بتقول أن في بعض التصرفات اليومية قد تضر بالنظر ضررة كبيرة منها الجلوس قدام التلفزيون لفترات طويلة أو قدام الحاسب الأهل لفترات طويلة الكلام ده يعني مشهوق في أمره لكن خلينا نمشي معاك كلام كمان قلة الرمش إن الواحد ما يرمشش بشكل متكرر برضو ده شيء بيأثر على النظر قلة النوم وجدوا علاقة من قلة النوم والنظر الأهم بقى لبس العدسات اللسقة لبس العدسات اللسقة وجدوا إنه ممكن يأثر بشكل كبير جدا على القدرة على الإبصار لأنه ممكن مع الوقت يدور القرانية ضرر كبيرا قد يكون هذا الضرر حد للغاية العدسات اللسقة تحمل في طياتها قم بنا موقوطة يا جماعة الناس كمان اللي بتلبس العدسات اللسقة دي للتجميل أنا شايف إنهم بيهرجوا تهريج خاتل يعني تهريج مخيف إنه أنا عايزة غير لون العناية فبخليها من البني للأزرق أو من مش عارف إيه للأخضر يا سيدي العدسات اللسقة دي حاجة يعني خطيرة جدا ولازم لها عناية ودقة وطبعا الناس اللي بتلبسها في العربية وهي ماشية ومش عارف إيه كلام ده كله في المنتهى القطورة لازم نغب بالنا جدا وإحنا بنتعامل مع هذه القنبلة الموقوطة اللي اسمها العدسة اللاسقة لكن تبقى قدرة الإبصار نعمة كبيرة جدا وضعف الإبصار يعتبر شيء لازم نحن نقف قدامه وننظر كيف أعطى الله سبحانه وتعالى العلم هذه المقدرة الرائعة جدا عشان يصحح الإبصار تصحيح الإبصار والتعامل مع مشاكل الإبصار النهاردة يوم شديد الأهمية مع ضيف شديد الأهمية الحقيقة أضاف لنا الكثير جدا اللي وجوده معنا وكانت نقلة نوعية كبيرة جدا أنه أكاديمي مهم جدا يظهر الإعلام سقف الكثير جدا وعدل كثير من المفاهيم الخاطئة حول ضعف الإبصار وحول المياه البيضاء وحول مشاكل القرنية قدم الكثير للإعلام الطبي وأعتقد أنه ما شاء الله ما زال يقدم الكثير للعمل الأكاديمي العمل الإكلينيكي وأيضا للإعلام الطبي في عالم القيمة العلمية الكبيرة والإسم الكبير واحد من سوبرستار البرنامج وسوبرستار الإعلام وسوبرستار العمل في عالم العيون أساس الدكتور أحمد عثم تكوين الوش نفسه والعينين رسمة العين نفسيها تديك إي حق أنه عنده حوال لكنه ما عندهوش حوال هل الليزر السطحي أوبشن ولا في حالات ينسبها الليزر السطحي وحالات لن ينسبها الليزك في حالات ينسبها الليزر السطحي والليزك في حالات ينسبها الليزر السطحي وما ينسبهاش الليزك الناس لسه بعدهاش ثقافة التفرقة بين الليزك وبين الليزر السطحي أنا عملت الليزك النهاردة جالي ما يبيضه بعد 20 سنة مش عشان أنا عملت الليزك عشان أنا مكتوب لي هيجي لي ما يبيضه في نوع تاني من ضعف النظر بقى نتيجة تلزك نفسه هنا لازم نتدخل نتيجة تلزك نفسه هذا كان مؤتمر مؤتمر كبير جداً بمؤتمر دولي بيحضروا كافة الأطباء وجراحين العيون على مستوى العالم هو قوة المؤتمر أنه هو مركز أساساً في المياه البيضاء والجديد في جراحات المياه البيضاء وعمليات إصلاح عيوب الإبصار زي الليزك أو زرع عدسات أو أي عمليات تانية لإصلاح عيوب الإبصار فتركيز الناس كلها اللي هي بتحب تشتغل في الجزء الجزء ده تحديداً بيحصل يعني معظم الجراحين بيحبوا يرتادوا هذا المؤتمر انتو جبتوا شهادة دي لا دي شهادة الإنجاز دي من الجماعية الأمريكية اللي طبعاً جراحة العيون وكان ليه الشرف طبعاً يعني تشرف أنه هو من الدكاتر اللي هو يحصله على هذه الشهادة في سنة 2017 ل2017 دي حاجة رائعة جداً جداً دي يعني تساوي شهادة الإيجادة أو شهادة الجودة بالزبط بالزبط سرتيفيكات بالجودة هروح للماية البيضة بقى يعني ايه ماية البيضة؟ نبدأ نشرح للناس طبعاً احنا اتكلمنا وأكيد السادة المشاهدين عارف عن ايه ماية البيضة بس أحب التكرار برضو انه هو في ناس برضو لسه لازال عندها الاعتقاد ان الماية البيضة هي سائل لونه أبيض بتكون جوه العين وبيحجب الرؤية وعشان كده المريض ما بيشوفش كويس لا هي الماية البيضة هو عتامة في عدسة العين البلورية لأسباب كتير أشهرها تقدم في السن فهي نوة الانيميشن اللي موجود دلوقتي ان العدسة المفروض تكون شفاف عشان تجمع الأشعة وتكون صورة على الشبكة لما بتعتم المنظر ده بتاخد ألوان مختلفة بتحجب الرؤية بحيث ان الأشعة لما بتيجي تعدي من العدسة ما بتتشتت ما بتتجمعش في صورة واحدة على مركز الإفسار وبالتالي الصورة ما بتبقاش واضحة بدلا ما يبقى الواحد شايف صورة بالمنظر ده تبتد الصورة تغبش وتعتم وتطفي وألوانها تتغير المريض بيحس بتدهور في النظر بس مش تدهور حاد عشان برضو فيه ناس بتتخضط يعني بتعتقد ممكن تصحى من النوم مرة تلاقي عندها مية بيضة لا يبقى فيه تدهور بطيء في النظر والحل الوحيد حتى هذه اللحظة لا فيه أطارات ولا فيه علاج ولا فيه مراهم للمية البيضة غير هو عملية مية البيضة وهي عملية تحديدا تفتيت عدسة العين المعتمة اللي هي فقدت الوظيفة بتاعتها واستبدالها بعدسة تانية صناعية مزروعة جوالعين ده فكرة العملية المية البيضة باقتصار شديد وبالتالي برضو عايحب أكد لسهد المشاهدين مفيش عملية مية البيضة بدون زرع عدسة علاجان فيه ناس تقولنا يسحب المية البيضة وملهاش لازم العدسة يا دكتور علشان احنا بنسمع ان العدسة دي مؤزي طبعا بيخلط الأمر ما بين عدسة لسقة زي ما حايقلت في مقدمة البرنامج والعدسة اللي بنزرعها جوالعين فهنا فيه فرق شاسع ما بين الاتنين فلازم مية بيضة معناها زرع عدسة لازم عدسة لطة دي عدسة بتخط فوق القرنين بالزبط المعروفة يعني العدسة على الأسقل معروفة لكن دي عدسة بتزرع بتزرع جوالعين بالزبط كده التشخيص سهل بالأجهزة نقدر نعرف أكيد أكيد تشخيص سهل جدا تتقسم من واحد إلى ستة مش كل الدرجات لازم يلزمها عملية برضو أحب أوضح للسادة المشاهدين إن في بعض الناس بينزعج جدا يقول إن عندي مية بيضة أنا هعمل عملية وإمتى ممكن تعم عندك مية بيضة وتعيش بها شوية يعني ممكن ما توقعش مؤسرة على حدة البصار بس القاعدة العامة بنقولها ده لكل المرضى إلما يجي لك مية بيضة كل ما بيكون بدري في عمل لعملية المية البيضة كل ما النتيجة بتكون أحسن وأضمن ما تأخرش إلا لو ظروفك مش مناسبة يعني أنت مسافر بظروف قاهرة أو عندك ظروف مثلا أسرية ابنك في الامتحانات أو مستني حد يجي لك من السفر بعد شهر أو شهر إن ما فيش مشكلة طالما إن درجة المية البيضة تسمح في بعض الناس بيجونا في مراحل متقدمة جدا من المية البيضة بأنهم لازم تعملوا العملية بسرعة إزاي نعالج المية البيضة هي برضو أنا المية البيضة مالهاش علاج بمعنى علاج طبي هي علاج جراحي طيب في طريقتين شائعتين لعمل المية البيضة كنا زيما بنكلم عن الجراحة دلوقتي بطلنا ننكلم عن الجراحة خالص نن خلاص ما بيناش نعمل الجراحة بننا نعمل موجات فوق صوتية أو الطريقة الحديثة اللي إحنا بنتكلم عليها أو كلمنا عليها في المؤتمر اللي هي الفامتو لازر في الجراحات المائية البيضية الفارق بالضبط كده هوات ان انت في الموجات فوق الصوتية انا بفتت العدسة الجوة العين بالموجات فوق الصوتية الموجات فوق الصوتية دي سلاحزوا حدين ممكن تؤثر بصورة سلبية على انزكة العين الداخلية خاصة انزكة القرانية او الخلايا المبطنة للقرانية القرانية جزء الخارجية من العين المهم عشان ما نخشش في تفاصيل كتير ممكن تؤثر بالسلب عليها ان الفيمتو ليزر هناوات بقى فيه برنامج ده بروجرامينج انا بفصل كاني بعمل باترون بفصل انا عايز الفيمتو ليزر يشتغل ازاي على كل عين انا هشتغل عليها ممكن لعين المين حاجة ولعين الشمال حاجة تانية وكل عين ليه برنامج خاص بيه هو بنقدر هنا هواتنا انا بحدد الخطة الليزر او خطة العاملية هتشتغل ازاي عايز اصلح استجماتيزم اقدر اصلح استجماتيزم عايز افتت العدسة بطريقة المعاينة اقدر افتتها طبعا هنا مش هتكلم على دقة الليزر هنا دقة الليزر غير مهما كان مهارة الجراح مهما كان الجراح ده ماهر في عمل خط هذه الخطوات مش هيبقى زي دقة الليزر وبعد كده هوات المريض بيقعد تحت الجهاز الليزر هنا هوات بيعمل نقدر نقول حوالي ستين او سبعين في المية من خطوات العملية المية البيضة بدون ملعين تفتح من اساسهم ان شعاع الليزر بيقدر يعدي من الانسجة الشفافة فعندنا القرانية دي نسيك شفاف اللي هو الشباك اللي احنا بتشوف منه فشعاع الليزر ان هوات بيعدي من خلال القرانية هنا هو ده احنا بس بنسبت الجهاز على عين العين مفيش اي قلم خالص العين بيعمل العملية هو صاحي بالمناسبة ممكن ياخد قطرة بس مخدرة تخدر سطح العين لكن الان بيبقى صاحي بيتنفس بيتكلم لو في حاجة مضايقة بنطلب منه بس الهدوء والتركيز في ضوء قدامه بحيث ان هو السبات العين هنا مهم جدا ودي خطوات المية البده زي ما تشافين دي خطوات حقيقية الموضوع بياخده حوالي عملية لايف حقية بياخده دقتين تلاتة والشاشة اللي جنبينا هنا هوات بتبالينا مصاري العملية ونقدر نعدل كمان في خطوات العملية ونقدر نعدل كمان لو انا عايزة اغير خطة العملية نفسيها اكتشفت مثلا على سبيل المثال ان عنده استجماتيزم اكتر من لنا مضوقعة وممكن اصلاح والمية البده شايفة اكتر ممكن افتتها بطرق طريقة مختلفة بوجه الجهاز في مصاري الليزر بطرق مختلفة او شايف ان الجهاز خلاص ادى يعني شاف ابعاد العين من الداخل بصورة مرضية بالنسبة للجراح بنبتدي بعد كده ان الليزر يشتغل ويصلح يفتت المياه البيض كده كل ده والعين مش مفتوحة انا بأكد العين مش مفتوحة وهنا مصدر الامان فيها عملية الفيمتوليزر يعني احنا هنا هو العين ما تفتحتش من اساسه خالص كل ده ده حلم كان بالنسبة لان انت تعمل تفتت العدسة اللي جوه العين وتعمل مكان لزرع العدسة اللي جوه العين تحضر العين لاستقبال العدسة اللي هتتزرع بعد كده عشان المريض يشوف بيها لو عندك أستيكبار تزمك كمان تقدر تصلحه وأنا ملمستش عين العيان والليزر هو شغال وعين العين ما تفتحتش وفي نفس الوقت الدقة المتناهية بتاعت الفيمت والليزر حان هنا بنتكلم بدقة بحدود المايكرونز اللي هو بالواحد على الألف من الملي فهنا هو ده حارك شوف مصاري العملية هي حوالي سبعين ثانية الليزر هيشتغل يكون خلصنا العملية كلها الموضوع ده من أول والآخر بياخد حولي 3-4 دقايق يعني ده الجزء بتاع الفيمت والليزر بس لا غنى في هذه الحالة برضو عن الموجات فوق الصوتية لازم هنستخدم الموجات فوق الصوتية بس بصورة أقل بكتير من الطريقة التقليدية العادية هي حتى هذه اللحظة هي الشائعة بنعملها في معظم الحالات هنا هوت زي ما أقول لك انت جبت حالك مثلا عربية بتقدر تسوق لوحدها انت بتقوله أنا عايز أروح من المنطقة نقطة ألف لنقطة B وعدي في السكة على السوبر ماركت عشان عايز أشتري شوية حاجات وخلاص انت عملت خطة البروجرام بتاعك أو خطة الخطة اللي انت هتمشي عليها وبعد كده بتدوس على الظرار العربية هي تتحرك وتؤدي لانت المطلوب منها بالضبط زمن تحددت لها تماما بس مثلا في الآخر انت محتاج انت توقف العربية بعد كده هوت لازم تشوف العربية دي ما شوف في طريقها مضبوط ولا لأ زي ما نشايفين هنا هوت المريض بعد ما خلصنا جزء الفيمتوليزر المريض بيبقى صحي هيقوم دلوقتي هيتحط على سرير تاني علشان نبتدين نجهز للموجات فوسطية أو نجهز العدسة لها نزراعها جوالعين الجزء المتبقي من العملية لا يعايدل أكتر من 20-30% من عملية المياه البيضة نفسية يبقى فيه حوالي 60-70% عمل بالفيمتوليزر من غير ما العين تتفتح واختصرنا الوقت العين هتبقى فيه مفتوحة علشان أشيل التفتيت التفتيت اللي حصل في العدسة بالليزر بسحبه بالموجات فوسطية وبزرع العدسة لجوالعين نستسأل طب انت هتزرع العدسة ازاي والعين مفتوحة لا بيبقى فيه فتحة بتتعمل برضو بالليزر حوالي 2 ميلي العدسة بتخش مطوية جوالعين وتفرق بعد كده جوالعين الفترة اللي العين فيها تفتحة قليلة ده بيبقى يترجم في صورة أمان أكتر في الماء البيض كلما العين اللي هي الفترة اللي هي مفتوحة عشان أزرع العدسة أو عشان أشيل الماء البيضة تكون أقل كلما دي فترة أمان أكتر السؤال الكلاسيكي دايما بيسألوه الناس هل يمكن ان تعود الماء البيضة مرة أخرى بعد كل ما فعلنا من فيمتوليزر وزراعة عدسة سؤال مهم جدا ودايما بنتسئله كتير قوي تقريبا بنسبة 90% من كل العينين يسألوه الماء بيضة بترجع تاني ولا والإجابة لا بصورة قاطعة مفيش ماء بيضة بترجع تاني بس في بعض الناس بنسبة نيضة نقول 20% بيحصل لهم عتامة في المحفظة الخلفية المحفظة الخلفية هي نسيق شفاف اللي هي بنحط عليه العدسة لما بزر عدسة جوالعين بزرعها على حاجة اسمها المحفظة هي عبارة عن زي سطارة شفافة تماما بزرع عليها العدسة لانا حطتها مكان المياه بيضة بزرع عدسة بحطها على ايه بحطها على محفظة الخلفية بنقول عليها بالبلد كده سطارة شفافة جوالعين ساعات السطارة دي بتعتم عند بعض الناس وما فيش اسباب يعني معينة نقدر نقول هي دي السبب أو نتوقع ان المريض ده الاعتامة دي هتظهر عنده والمريض ده مش هتظهر عنده السطارة دي لما بتعتم بيبقى علاجة بسيط جدا بنعمل جلسة ليزر بنشيل العتامة دي بجلسة ليزر مش عملية وبأكد مش عملية المريض بيقاعد على جهاز بهدومه عادي جدا مش هيعيد العملية التانية ولا يخش قط العملية التانية يمكن بسبب الموضوع ده الناس بيتهيق لها ان المريض ده بترجع تاني فبنقولهم لا ما بترجعش تاني في بعض الناس بنسبة 20% بيجي لهم عتامة في المحفظة الخلفية بيلزمها اجراء بسيط جدا اسمه جلسة ليزر في حدود 10 ثواني بالزبط بهدومه في العيادة عايز احط مقارنة بين الاشياء وبعضها يعني واحنا بنقارن بين الفيمتو وبين العملية او بين الفيمتو وبين الالترسامل وحطناهم جمع بعض ونجمل للناس او نفاهم الناس الفروقات بين الاتنين ايه الفروقات ما بين الاتنين هنا هوت زي ما تكون حضرتك انت بتعمل حاجة يدوي وبتعملها بالليزر يعني هنا هوت مثلا على سبيل مثل او بصنا على الشاشة هتلاقي هنا هوت ده اللي على اليمين ده ده الفيمتو ليزر اللي على الشمال بيقولك تشريح العين الليزر هيشتغل الزي لو احنا بصينا هنا هوت المية البيضة نفسية لو احنا كبرنا حتى نبص على المية البيضة في الناحية الشمال هنا ده الجراحة بقى التقليدية العادية انا انا بخش بمشرط بفتح فتحتين في العين وساعدي ببتلات فتاحات بعمل حاجة بقشر المحفظة الامامية بتاعت العادسة بقشرها بايداية فبتطلع مش هرشرة ما بتطلعش مدوارة مظبوطة بتطلع ممكن معوجة شوية صغيرين ده بيخلي العادسة ما بتبقاش موجودة في مكانها مظبوط ساعات بتعمل العادسة بقى ملوية شوية الزرين بعد لما زرعها ما بتبقاش مظبوط هنا الليزر بص حقيقي الليزر بيشتغل شوية هو بيفتح بيعمل الفتاحات اللي انا عملتها والفتحة اللي انا بعملها في المحفظة العادسة الامامية بتتعمل بالليزر تطلع دايرة مظبوطة كأنك بالزبط عملت الشباك بدأ ما تشتغل بشاكوش وآجنة انت عملته بالليزر فلما تعمل بالليزر بيطلع مظبوط بالملي لك انت تشتغل بشاكوش بآجنة وعمرك ما هتعرض تزبط هيطلع مع ووك شوية صغرين الشباك انت حفرت دا مع ووك شوية صغرين مش منتظم هنا الفمتوليزر بيفتت العرسة والفمتوليزر بيكون آمن جدا على أنسجة العين الداخلية على عكس الموجات الفوساطية لما بيفتت العادسة نفسيها قبل ما لحنا نسحبها ده بيبقى حنين قوي على أنسجة العين الداخلية فبالتالي أنا ضامن هنا هوات في بعض الناس مش هيجي لهم تأثير سلبي وده مهم جدا عند بعض الناس عندهم التعبات مزمنة في العين أو عندهم مشاكل في أنسجة العين الداخلية مهم جدا نحن نعمل لهم الموجات الفوساطية بأسف الفمتوليزر ونتجنب الموجات الفوساطية في حالته بعد الكدوات بنزرع العدسة اللي جوه لي فطبعا الخطوة دي الخطوة يمكن الوحيدة المانيول أو التقليدية اللي بتتعامل أو الجراحة اللي بيعملها زيادة شوية صغيرين في الفمتوليزر لكن الموجات الفوساطية احنا بنعملها من أولة لأخيرة بتعتمد على مهارة الجراح الفمتوليزر لا هي بروجرامنج برمجة لغاية زرع العدسة بعد زرع العدسة انت الجراح بس خلص العملية وخلص خلص طبعا كده يتفوق طبعا الفمتوليزر ممكن صالح الأستيجماتيز هنا في حاجة عملية زي ما نسمعها تشريط قرانية كان بيتعامل بالطريقة الأدوية وليها مشاكل كتيرة جدا في احنا في غيران احنا نذكرها بالفمتوليزر ما لقناش المشاكل دي خالص ندقة الليزر هنا بستفيد منها فنقدر نصلح الأستيجماتيز بصورة عالية جدا ونضمن المريض انه هو كمان يستغن عن نظارة المسافات بعد العملية قضية اثارت جدل الحاول عند الأطفال هل نتدخل لعمل عملية ليزك للأطفال اللي عندهم حاول ولا لا سؤال عايز تفصيل بس عايز تفهمه من لجه لأ حاول للأطفال فيه أنواع كتير من الحاول حاول ممكن يكون ناتج عن ضعف في عضلة من العضلة تريد ان دي لازم حل الجراحي ما فيش حل الليزر ده حل الجراحي انه العضلة الضعيفة بقوية وخلاص ده لو مشكلة عضلية بالزبط لو مشكلة نتيجة ضعف في الإبصار وده شائع جدا ما بنعملش ليزك لأ خالص لأنه هو الطفل الصغير ده نظر متغير أنا لو هعمل ليزك النهاردة على مقاس المقاس ده مش سابت بعد سنتين ثلاثة المقاس ده تغير خالص والطفل هيرجع يلبس نظارة وقد يكون الحاول يرجع تاني ويبقى أكتر من الأول ثانيا احنا عشان نعمل ليزك فيه فحوصات بنعملها علشان نقول هذه العين ينفع لها ليزك ولا لا الفحوصات دي صعب تعملها في طفل عنده ست سنين أو أربع سنين أو سنتين أو ثلاث سنين صعب جدا انت تقيس سمك القرانية وتشوف التوبوغرافية بتاعت القرانية في الأطفال الصغرين أنا أعتقد دي يعني لا يعني ما ينفعش خالص ما فيش بننفعش لزك بنعمله يعني بس أشابه واضح برضو وضقيق في كلامي بنعمل لزك في الأطفال في حالات وليلة جدا لما يكون في ضعف في عين واحدة بس مقاس على سبيل المثال السادة المشاهدين فيه عنده أطفال يبقى عنده عين فيها سالب تسعة وعين تانية سالب واحد الفرق هنا ضخم جدا لا يمكن تعويضه بالنضارة وصعب الطفل اللي عنده 8 سنين ده أو 6 سنين تلبسه عدسات لسقة في العين الضعيفة فاحنا بهذه الحالة بنعمل لزك أو سعب بنعمل زر عدسات ده الحالة الوحيدة اللي ممكن تتدخل جراحيا أو بالليزك في وجود حوال عند طفل عشان فيه فرق كبير في المقاسات ما بين العين اليمين والعين الشمال لكن طفل عنده عينين لتنين عنده ضعف نظر ويلبس نضارة وعنده حاول هقول له أعمل لك لزك عشان أضايع الحاول لا ده كلام غير علمي بالمرة وأعتقد أنه ده يعني سلبي جدا 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 طفل العزيز قال له أستاذ الدكتور رحمة العصف كان في الدكتور خليكوا دايما معك ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم هل اسمنا أعاقة؟ نعم أعاقة والمشكلة في السمنا أنها بتيجي معاها أمراض أخرى زي السكر فيبقى زي ما تقول كده الإعاقة إعاقتين وساعات يجي معاهم الضغط فيبقوا ثلاثة وساعات يجي معاهم المرارة وألمها ومشاكلها وارتجاع المريه وهو آخرين فيبقى أكتر من زي ما يقول كده إعاقات زي ما احنا شايفين المنظر ده منظر يعني يعني حاجة محسنة جدا بالست دي يعني مش ست على فكرة دي بنت صغير دي بنت صغير البنت رايحة تعمل شوبينج فهي مش هتقدر تمشي فيه كرسي متحرك هو المستخدم وكرسي له مواصفات خاصة يسمح بالوزن الكبير هي عايزة تعمل شوبينج طبعا شوبينج للأكل للحاجات الأكلية فالحركة كلها لازم تكون بكرسي طبعا أنتم بتخيلين أن البنت دي البنت دي بنت يعني في سن الشباب اللي في سنها بيتحرك عادي مش كبيرة قوي في السن زي ما انتم شايفين كده فيه حزن دفين جدا طبعا وأمراض عديدة هتلاقى كيد سكر هتلاقى الضغط مرتفع هتلاقى مشاكل طبعا حلويات على طول هي بتدور على الحلويات لأن هي على طول محتاجة لحلويات طبعا ابتسامة مملوقة بالحزن احنا نكلم على سمنة دي سمنة مفرطة دي واحدة بالإنديكيشن اللي هشابنا دي إنديكيتد لعملية جراح هتغير حياتها طبعا ركوب العربية مشكلة على طول بقى السكريات على طول احتياج لها لأنه السكر انخفض السكر ارتفع السكر حصل فيه تغيرات مرض السكر حتى لما بيكون مرتفع بيحتاجوا لأنهم يأكلوا سكريات وما أحساسهم إنهم عايزين سكريات السمنة في هذه الحالة صورة محزنة جدا 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 تعالوا بقى نرحب بضيف العزيز عشان نشوف حلول هذه الصورة المحزنة ضيف واحد من نجوم عالم جراحات السمنة أمصار وطن العربي اسم قدير اسمه مبدأ دائما في حواره بيمتعنا دائما بالجديد ودائما بيذكر الحلول لكل المشكلات التي قد تواجه واحدة من الحلول الرائعة هي جراحة السمنة ضيف العزيز الأستاذ دكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة المناظير الأستاذ بكلية طب جامعة الشمس المدير الواحدة اتراحات السمنة أمستاذ شعودي النيل زميل كلية الجراحين الملكية بين جرترا عضو كلية الجراحين الأمريكية والحاصل على أعلى تصنيف كودة دولة في جراحات السمنة أهلا بك يا دكتور كريم أهلا وسهلا وسعيد جدا بهذه الزيارة الجميلة أهلا وسهلا بحضرتك عايزة ابتأ الأول قبل ما ادخل في يعني كلمة إعاقة اللي احنا شفنا دي إعاقة طبعا طبعا في البداية اسمح لنا أحيا حضرتك وكل أستاذ المشاهدين الحياة طبعا السمنة المفريطة دي طبعا يعني تعتبر تملكت من الإنسان يعني أو من المريض خلاص بقى يعني في صعوبة في الحركة في صعوبة في التنافس أصناء النوم يعني يمكن حقيقي شايف الوضع ده يمكن أخذ نفسها وهي قاعدة بس دي ما تدرش تنمع أدهرها يعني أدهرها كده تتخنق يعني عندها صعوبة في التنافس أصناء النوم طبعا مجموعة المشاكل المرضية اللي هي بتيجي بالجملة دي بقى اللي هي السكر والضغط وبالتالي اطراب بقى الدهون الضرة في الدم مما يعني يؤدي إلى زيادة الإصابة بأمراض القلب إلى أكتر من عشرين أو أكتر من أكتر من عشرين ضعف بالإصابة بمشاكل الشرعيين وإصابة بأمراض القلب كسبنا ممكن تقعد ده قد قاعدة بالزبط وده إحنا شوفنا كتير يعني يمكن أنا أفتكر أعياني يمكن من بور سعيد كان صديقي يعني إحنا بنا أصدقاء بعد ما عمل العملية الحقيقة محمد أحمد زغبي كان الكلام ده من 6-7 سنين وكان وزنه 330 كيلو أيامها والله كان نفس الصورة دي وممكن أسوأ لأنه كان قاعد في في رعاية المركزة فترة كبيرة ما كانش بيعدر ياخد نفسه بصعوبة وكان قاعد في رعاية المركزة بقى في رعاية الصدر يقعد ياخد سباب وبركب أكسجين والحقيقة كان عنده 31 سنة أيامها وعملنا له بقى عملية تكميم المعدة بالكلام ده من فترة كبيرة خلال 6-7 سنين ونزل عليها 200 كيلو وبعد كده عملت له عملية تانية بعدها يمكن بأربع خمس سنين كده كان وصل بقى 130 كيلو وكهزات في الوزن تاني 140-150 عملت له عملية تحويل مصغر المعدة مصغر كمرحلة تانية للعملية طبعا 330 كيلو لما يخص 200 كيلو تكمله فيما بعد لأنه سمنة المفرطة الجامدة دي ببقى فيها طبعا بعض الناس بقى عندهم الإيفانتيز في جدار البطن وبالتالي تكون دهن كبير في جدار البطن بيمنع طبعا سهولة تعملية تحويل المصار في الوقت فعملنا له عملية تكميم المعدة كبريتجنج يعني وبعد كده كملنا له عملية تحويل المصار بعدها يمكن بأربع خمس سنين الحقيقة كان ابتدى يعني في حياته بقى كان ببعت لصور بقى وبيسوق الموتسيكل بتاعه يعني وبيتحرك موتسيكل دي اه كان بيركب بره زميله يعني وبيتحركه بقى بمحمد بقى كان ابتدى يعني عنوانه الطبيعي اه يتولد من بديد السمنة قد تأتي كمان بمعيق اخر هو السكر يعني بيبقى مزاوك بيسميه مزاوك الشريعي انا لسميته كده المزاوك الشريعي دوت فيه كم سؤال مهمين حواليه اوي اولا هل السمنة تأتي بالسكر بشكل مبكر ولا ممكن تأخر سني يعني بعد كم سنة من حدوث السمن ده علمي بقى كبير احنا اصلا دجوز الان فصل خالص عن شغلنا يعني كل من نظمات دلوقتي السمنة والسكر يعني الافسو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر احنا تخصصنا يعني كله هو جراحة السمنة والسكر يعني جراحة السكر دي من الجراحات اللي هي مش حديثة يعني هي بقى لها سنين وبتتعمل في كل في كل العالم عايز اقوله حاجة حاجة تاريخية كده بالنسبة لجراحات السكر دي هي كان قبل الف وتسعمائة وخمسين كان فيه جراحات للحمودة وجراحات لجراحات المعدة يعني اللي كانت قبل البروتن بامب نيابترز لما تطلع فكان فيه جراحات بتتتعامل زي البيل 1 والبيل 2 اللي هي زي تحويل مصور المعدة دلوقتي او يعني يمكن الفكرة متاخدة منها فتحويل المعدة زمان كعلاج لأمراض القرح وأمراض الحاجات اللي كانت تجيب في المعدة مالاش علاج ما كانش لستكتشاف الأقراص اللي هي الحاجات اللي بتعالج يعني يمكن البروتن بامب والحاجات اللي هي اللي هي فكان تاني يوم من العملية الجراحين بتلاحظ ان السكر بيروح خلص الواحد بيتوقف عن أخذ العلاج وكان لسه العين اصلا هو عامل عملية تحويل المصور مش بهادة في سكر خالص ومعرفوش يعني هو كان السكر بتحسن وقعرت دي ضيلمة كبيرة علامة استفاهم كبيرة في الستينات بتدى تعمل بقى جراحة تحويل المصور المعدة لاستمنى مش للسكر لاستمنى برضو المعين ده بتحسن تاني يوم ليه من السكر بتاعه درهم ان لسه مخسش درهم ان مخسش اه يعني هو السؤال اللي بيفرض نفسه المفروض ان احنا نقول اسمنا سكر تمام طب احنا لسه الراجل مخسش 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 ولا كيلو بالزبط يعني العرف السائد ان السكر استنى شهر مثلا استنى شهر شهرين يخسله حتى عشرين كيلو اه بالزبط يقوم السكر يتحسن لكن هو فعلا من الواقع اللي حاصل اه قدام الجراحين وقدام الدكاترة يعمل عملية النهاردة عشان ينزل وزن مش للسكر يلاقي السكر من تاني يوم وقفة لك والضغط كده والضغط بتحسن والضغط كده مشاكل تدهن الكابت بتحسن اللي هي تدهن الكابت بتاخد وقت شوية لكن الضغط والسكر اللي اتنين بتحسنه بعد العملية بيقوم اه دي حقيقة دي حقيقة وكانت دي علامة يعني طبعا علامة استفهام بتدهن يعملوا بقى تجارب يمكن على الفران وبتدهن يعملوا تجارب معملية كتير جدا وياخدوا يعني فترات كبيرة جدا يدرسوا الموضوع ده الى ان تم اكتشاف هرموني بحت ان الجهاز الهضمي هو جزء هرموني وهو برضو جزء من مرض السكر هو الاضطراب الهرموني برضو في الجهاز الهضمي فعملية تحويل المسار او عمليات السمنة لم تأتي من فراغ لكن تم يعني اسبات ده من بداية الالفنات بقى ابتدى يبقى تعرف بقى الفور والهيند جات والحاجات اللي هي الاكتشاف ان الجهاز الهضمي لما بتعمل عملية تحويل المسار بتعيد الاتزان الهرموني مرة اخرى الى الجهاز الهضمي يعني انت في بداية الامعاء في بداية العملية من فوق انت بتصغر حجم المعدة وده بيقلل الكمية الاكل ويقلل مناعة الانسولين ده اللوجيك العادي لكن كمان اللي بادري عنه بقى اللي بيشتغل من من النهار ده من ساعة اللي عملية بتتعمل انه عازل جزء المعدة اللي فوق بيعزلها بالجريلين والانتينسولين هرمونز الهرمونات التي تعطل عمل الانسولين انتينسولين فيقوم البنكرياس في السكر من النوع التاني انتعش اتشال عنه حمل كبير جدا من الهرمونات اللي بتعطلو طب تعالي بقى لنهاية الامعاء عند خلايا الالسلف ترمنال اليوم او نهاية الامعاء ببقى فيها خلايا بتفرز هرمون من اهمهم يعني جي البي وان الهرمون ده بيضاعف عمل البنكرياس وبيناشط البنكرياس وانه اللي حصل انه هو بيطلع اصلا مع دوران الاكل طب انت عملت عملية تحويل المصار يعني دورة الاكل بقى السريع يقوم الهرمون ده يعني يشتغل بقى على البنكرياس ويمكن بقى احنا يمكن ان ده كترة فهمين الصورة الطبية او العلاجية لمماثلات الهرمون ده يعني ممكن الناس الشركات اللي ادواب بتستخدمه وبتعمل حاجات زيه عشان يبقى يؤدي الى تنشيط البنكرياس يؤدي الى علاج السكر بصورة في عمل دي اهم صورة بقى اللي احنا كل اللي احنا قلنا ده ملخصه في الصورة حلوة جدا الصورة دي الصورة دي حلوة جدا ودايما بطلوبها ودايما بطلحواش لا ده جميلة جدا اه لا لانا قل للجريل وقل للديكريتينز بالعملية وزود الانكريتين جي ال بي اللي انت بتحكي عليه والجلوت والجي اي بي كل المجموعة المساعدة لبنسولية تعزل ما هو ضر وتزود ما هو نافع اهو الاسهم التحتانية للاضرار والاسهم الاسهم الاعلى اللي بتزيد جي ال بي وهو المجموعة دي للنافعين كل دي بقى حاجات بتزود كفاية البنكرياس يبقى انت كده عملت كل ما يتمناه طبيب يعني البطنة اللي بيقول لعيان السكر اعمله قال لكمية الاكل حاضر العملية بتعمل كده لان هي كمية الاكل اصلا قليلا قال لامتصاص كمان السكريات والدهون متاكلش سكر متاكلش حاجات فيها كالوريز زي السكريات والكارب والحاجات دي دي عزل اول جزء من الامعاء بيقلل امتصاص السكريات والدهون بنسبة قد تصل الى 70% فانت عملتوا نقطة تانية طب ابتدي ادي علاج بقى بالاقراص وادي انسولين وادي حاجات كعلاج احنا مش محتاجين ده لان احنا البنكرياس هو مش محتاج حاجة نشاطه مناعة الانسولين قلت جدا 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 فاقل انسولين بيدخل السكر الخلايا وبالتالي منعة الانسولين بتقل وبالتالي عمليات السمنة هي الحل الاقوى في العالم الاحدث في العالم مفيش حاجة في العالم تقدر تعالج السكر بالكفاءة لعملية تكميم المعدة اتحويل المسار وببعض الحالات برضو تكميم المعدة السكر اللي هو بقاله فترة قصيرة احنا عندنا سكورينج سيستم دلوقتي بالديريم سكور وكمان يمكن الادفانس الديريم سكور بيعندنا برامترز لسن بتاع المريض قد ايه بياخد انسولين بقاله فترة قد ايه مصاب بالسكر وبنحسب سكورينج للمريض ده وببقى عارفين قد ايه هيوقف علاج يعني من امتى ممكن يوقف علاج يعني هتوقف علاج من بكرة هتوقف علاج خلال شهور قادمة هتوقف علاج فيما بعد بنعمل بعض الفحصات زي السيب بتاعد الفاستنج انسوليليفل لتقييم كفاءة البنكرياس احنا مش بنزرع بنكرياس ولكن احنا بنعتمد على ما تبقى من ريزيرف من البنكرياس بنشير علنه الحمل وبالتالي كفاءته تكفي الجسم بسهولة وتكون علاج جزري في مرض السكر من النوع التاني دايما كان فيه افلام زمان يقولك ايه انا عايز اعرف مين رئيس العصابة مين رئيس العصابة الاكسندروم او الميتابوليكسندروم ضل عصابة عصابة مكونة من ايه كنا زمان ندرسها ندرسها لطلبة الطب وتلامزتنا يعني وزمائلنا نقول لهم ايه هم خمس ست حاجات بيجوا مع بعض لهم ايه الاوبستي السمنة السكر الضغط اليوريك اسد يعلى والدهون على الكبت دول الشيلا صح كده والنقرص النقرص يعلى انا في رأي انه بعد ما جراحات السمنة بدأت تدخل على الشيلا دي الميتابوليكسندروم ان رئيس العصابة هو الاوبستي وقال له علي تا مرض مزمن بس هو رئيس عصابة المبدأ لان احنا لما شلنا رئيس العصابة العصابة تفتتت صحيح وعنى لما راحت السمنة لان الضغط الزبط السكر الزبط دهون الكبت راحت واليوريك اسد رجع لحالته الطبعية يبقى اذا هذه العصابة كان يشكلها مين السمنة السمنة طبعا رئيس العصابة هو ده النمر هو ده الوحش هو ده الشبح هو ده الرئيس العصابة اللي جابت كل الشيء اللي ضيف العزيز الخيم العلمية المتميزة والاسم اللام على السؤال الدكتور الكريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير وكلية الطب جامعة عن شمس والمدير لوحدة جراحات السمنة ومستاذ شوادي النيل وزمج كلية الجراحين الملكية بإنجلترا وعضو كلية الجراحين الأمريكية والحاصر على تصنيف الجودة الدولي فيه جراحات السمنة الإسراراتي نورت وشرفت وأبداحة كعادة خليكوا دايما مع الدكتور بقالي جي سنتين أو ثلاثة كده بقى الوزن بيزيد معي وكنت بحاول أعمل رجماته وكده لكن ما فيش طبعا النتيجة جسمي قبل بتخلي بس ومش قبل التخصيص حركة بتقل وبتعب من أي مضهول ما كنتش بقدر أكل مطبخ يعني ربع ساعة وأعايز أعود ما بقف شوية ضاربي وجعني ورجلاتي وجعني لا هو الوزن عندنا نحن في العلا كلها كده واللبس بردو ما عرفش ألبس اللي أنا عايز ألبسه بحركة خرجات اللبس طبعا عدا ما خرج مكنش بأخرج كثير واللبس ما عرفش أجيب أي حالة زي أي حد ألبس خالد شعبان فاضل عام العملية بقى لي ثلاث شهور ونص كان وزني قبل العملية 148 وبعد العملية دلوقتي بعتها شهور ونص 118 اسمي خالد شعبان عامد العملية بقى لي 14 ونص وزني 225 للوقت 94 اسمي أمال أحمد عامل عملية تكميم من 4 شهور ووزني 213 وبقى 86 أنا اسمي إيمان شعبان عامل عملية التكميم عند الدكتور كريم صبري بقى لي دلوقتي 4 شهور خاصيت في 4 شهور دولة 27 كيلو أنا اسمي صلاح محمود أحمد 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 عامل عملية 24 شهور وزني 230 للوقت وزني 99 صراحة أنا بقيتها شهور ونص ونزل 30 كيلو أنا ما كنتش متوقع أنه نزل 30 كيلو دول صحتي تمام للأحسن وتمام لو قعدت 100 سنة عامل رجيم عمره ما كان وزنه ينزل بالطرقة دي والواحد يعني حاسس أن صحيته بترجع تاني أحسن من الأول إنه كنت للأول ما كنتش بعرف أخر وكنتش عرف لليه ألبس اللبس اللي أنا عاوزه خالص للوقت بالبس أي لبس على مزاجي حياتي برضو معمومة تغيرت كذبات وبقيت أقدر أعمل مصالحي وعمل الوراي وكله حسنت كتير للأفضل في النوم في المشي في الحركة طبعاً الحياة تغيرت والدنيا تغيرت وفينا كويسين كنت أغير كبير في لبسي الأول ما كنتش بعرف أشتري اللبس ودلوقتي بعرف في اللبس كمان المقاسات كلها صغرط متعامل على العملية أنا وماما وعمتي وبابا وابن خالي وابن خالي وكلنا تمام الحمد لله وكويسين نفتغير كبير في حياتنا كلنا بعد العملية الحياة حلوة وبنشهر الدكتور كريم على وقفهم على الفريق الطبي ومجرد ما بنتصل بي وهم بيردوا علينا فوراً وفيه استجابة لأي اتصال وأي استغفار عن أي حاجة ما بيتأخرش عننا خاص نشكر الدكتور كريم صبر على كل حاجة الحمد لله الدكتور كريم بقى صاحب رسمة سعادة على وجهنا والله أهلاً بكم من المناطق في الجسم التي لا يعرف عنها الكثيرون معلومات دقيقة يتأخر الكثيرون في الزهاب إلى الاستشارة الطبية المتعلقة بيها ويرعب الكثيرون في أي مرض أو في أي ذكر لها عندما تتعلق بأمراض خبيثة البرستاطا البرستاطا محدش كتير يعرف عنها حاجة كتير من الرجال مش مذاكر فين موقعها مش عارف أعراضها فين البرستاطا من ناحية التشريحية يا جماعة لازم تعرفوا موقعها لازم تعرفوا مكانها بشكل تفصيلي طبعاً الجهاز الباق اللي احنا عارفين الكيلة وعارفين الحالب وعارفين المسانة تمام انزل بقى كمان وادخل بالضبط ده ما كان تحت المسانة البرستاطا تقع تحت المسانة مباشرة والمسانة المولية ليها علاقة طبعاً بالبرستاطا لأنه ويقع خلف البرستاطا الريكتاب اللي هو الريكتاب اللي هو المستقيم ويخرج من البرستاطا من عمق وطبعاً في عضلات مهمة جداً تلعب دور مهم تحت البرستاطا البرستاطا هذه الهدى الغريبة اللي بشاكلها قد تكون مسيرة جداً للاستغراب وايضاً اعراضها يعني اعراض مزعجة للغاية هي غدة مرضية او عندما تمرد ويحدث فيها مرض تضخم ورم اعراض مزعجة اللي قد تصل الى الفشل الكلوي الورم فيها مشكلة مشكلة لانه كان زمان اورام المبرستاطا دي كانت بتقلق جداً جداً المرضى وكان المرضى بيترعبه منها بشكل كبير وكان يتأخر احياناً ان المريض طبعاً بسبب انه الاعراض فيك بالنسبة له هو عنده شوية احتمس في البول عنده مش عارف ايه بيروح لحمام كتير بتلخبط اعراض تضخم البرستاطا معراض سرطان البرستاطا كلمة سرطان البرستاطا كلمة مرعبة لاي رجل وخصوصاً عندما يكون هناك تاريخ عائلي في الاسرة باورام البرستاطا لان الرجال اللي مذاكرين شوية معلومات طبية عارفين انه سرطان البرستاطا فيه نسبة او يعني الجينات والوراثة فيه تلعب دور كبير طب اللي يبقى الاكتشاف مبكر يبقى لازم يكتشف مبكراً والاكتشاف المبكر ده علمه مهم جداً في الطب نهارده اكيد هنمر به نهارده فيه واحدة من اهم حلقاتنا على الاطلاق لانها بتتعلق بحالة مرضية قطيرة على الحياة الانجور تعدي ولا اي حاجة ضيفي العزيز هو رائد قدير من رواد المسالك البولية بيسعدنا وبيشرفنا جداً ويعني احنا عندنا ميزة كبيرة جداً على مستوى الاعلام العربي كله انه ضيفي هو استاذنا الاستاذ دكتور حسن شاكل نهذا نقول في العشرين سنة الاخيرة تم استبداء الكثير جداً من العملات الجراحية بمناظر البط المناظر لانها كيان مرتبط بتكنولوجيا مرتبط بالهندسة الطبية فتطور التطور كبير جداً تليب التكنولوجيا تقدر ان احنا تخلينا نعمل عملات مماثلة للعملات الجراحية ومضاعفات قد كلمة الزكية هي مناظر فيها مرونة فيها تكنولوجيا عالية قدت الى ان المناظر فعلاً بقت اقصر قدرة اسهل على الجراح اسهل على المريض قللت فقدان الدم المسالك الناس ما تعرفش تترجم اعرضها ولذلك المناظر افادت كداً في اكتشاف كثير من حلول للمشاكل العديدة في المسالك المصر من اكثر بلاد العالم في التقدم في جراحات المسالك البوليك الأستاذ الدكتور حسن سيد شاكر أستاذ جراحة المسالك البولية جماعة عين شمس زميل جماعة تورونتو وماك جيل بكندا عضو جماعيات جراحة المسالك البولية الأمريكية والأوروبية عضو جماعية التحكم البولي الدولي ضيف العزيز الرائد القدير الأستاذ دكتور حسن شاكر أستاذ جراحات المسالك البولية بكلية طب جماعة الجامس زميل جماعة تورونتو وماكيل بكندا وعضو جمعيات جراحات المسالك البولية الأمريكية والأوروبية الرائد الكبير في عالم المسالك أهلا بك أستاذ ولا متأخرة السن هل لازم نقلع منها قوي كده زي ماихنا أعلانين من أول الحلقة كده أنا نفسي أعلان فعايزين نفهم البرستطا أورام البرستطا الخبيثة هي أكسر الأورام انتشارا في رجال أكسر أورام الخبيثة انتشارا في رجال أ localized نقول لأن في بعض البلاد زينا ما هيش أكسر أورام الخبيثة هي من أكسر أورام الخبيثة انتشارا في رجال وبقى في التوجه ان اورام البرصات الخبيثة في بلاد زينا كانت بالنسبة لنا زمان قليلة ابتدى بفيه توجه انها بتزيد احنا مش عارفين ليه هي بتزيد عندنا في بلاد زينا او في منطقة بتاعتنا بس قد يكون بسبب تغير طبيعة الحياة العالم الغربي من زمان جدا وهو عنده انتشار شديد جدا في اورام البرصات في مصر كان بالنسبة لنا اورام البرصاتة قليلة لكن في اخر عشر سنين قد يكون بسبب تغير الستايل بتاع حياتنا ابتدت تمتشر بطريقة كبيرة هي بتحصل في سن فوق سن الخمسين سنة عادة قليل جدا ما تحصل قبل سنة خمسين سنة في الاربعينات لكن مع تقدم السن كل ما بتقدم السن كل ما نسبتها بتزيد كثير جدا من الاورام ده بتعدي في حياة البنية دم وهي موجودة جواه من غير ما يعرف بوجودها والمريض يعيش حياته كلها ويتوفى من شيء آخر وجواه ورام برصات وفي كثير جدا من احيان بتبقى نوع شديد النشاط ويظهر جدا في خلال سنة سنتين فحدوثها طبعا ابتدى يبقى مغلق وبسبب زيادة نسبته وطبعا زي ما احنا قلنا بندور دايما عليه بعد سن خمسين سنة عايز يعني بطبقى لكلاسيكياتنا احنا في الانترنال ميديسين اسأل حضرتك عن الاسباب يعني هل في حاجة الراجل بيعملها هل هي المسألة ورصية بحتة كلام يعني طبي شوية يخص البطنة اكتر من الجباح هو احنا ما نعرفش حتى هزي اللحظة اللي بيسبب اورام البرصات ما نعرفش كمان مسببات لي يعني مثلا اورام المسانة احنا عارفين مثلا التلوث التدخين بسبب اورام المسانة لكن البرصات ما نعرفش الكلام ده لكن نعرف انه طبيعة الحياة او الستايل بتاع الحياة مؤسر جدا يعني مثلا في العالم الغربي زي ما انا قلت عندهم نسبة الاصابة بسرطان البرصات اكتر كدير جدا من الشرق الاوسط لا فيه السيكش والله احنا مش عارفين الصراحة لكن مثلا يعني اليابانين مثلا عندهم تقريبا الورم دوات اليكاد يكونون عادة اليابانين اللي هجروا لامريكا جالهم جدا فهو اكيد هو مرتبط بطريقة المعيشة فاحنا في مصر لان احنا ابتدت في اخر 20 سنة ابتدنا نتشبه جدا بالغرب في طريقة معاشتنا فابتدت يحصل ان الاورام دي يزيد فاحنا حقا ما نعرفش ايه المساببات لكن نعرف انه هو ستايل الحياة بيؤثر جدا فيها حدوث الوراثة ليها دور؟ احنا ما شفناش الوراثة ليها دور غير في الناس الافرقى اللي هجروا امريكا يعني الافرقى اللي هجروا امريكا لقينا ان اورام البرصات الخبيثة المنتشرة في عائلات فمعنى كده هوت انه اه انه اكيد ليه تأثير انه فيه تغييرات جينية بتحصل انه فيه تأثير وراسي لكن ما هواش واضح جدا بالنسبة لنا مثلا في مصر او في بلاد اخرى كتير او في مثلا الجنس القوقازي فهو يعني ما قدرش اقول 100% لو حد والده حصل له يبقى يحصل له لكن هو على الاقل اللي هما الافرقى الهاجروا امريكا هو دوتل اللي بيحصل لهم الكلام دا في واحدة من اهم نقاط الحلقة النهاردة لان لي تهمنا جدا ازاي نكتشف اورام البرصاته بشكل مبكر الصراحة دا سؤال مهم جدا وللأسف الاجابة عليه هتحبط ناس كتير جدا اورام البرصاته الخبيثة ملهاش اي اعراض يعني الناس اللي هي بتكلم عن البول بيبا ضعيف بيقوم النوم كتير بالليل التقطع في البول دا ملهوش علاقة باورام البرصاته الخبيثة دا ليه علاقة بالتضخم الحميد البرصاته اللي بيحصل في نفس السن وملهوش علاقة باورام البرصاته الخبيثة بقول تاني وبقرارها ونبرو الصغة الخبيثة ملهاش أي أعراض إلا لما تتقدم جدا طب نعرفها إزاي؟ بالفحص الدوري الفحص الدوري عند الدكتور مفروضة حتى بعد سنة 50 سنة لازم من ضمن الفحص الدوري أن المريض يروح مرة كل سنة للدكتور الدكتور بيطلب له حاجة من دلالة الأورام اللي هي اسمها PSA PSA ده هي بتقول لنا إذا كان المريض ده محتاج حاجة أكتر من كده أكتر من مجرد دلالة الأورام دي لو PSA تطلعها مرتفع كنا زمان وحتى هذه اللحظة كثير جدا من زماننا لسه بعمل الحكاية دي PSA مرتفع معناها تروح تاخد عينات من برسطاتها للأسف الكلام ده هوت تغير جدا الجهاز اللي فات ده هوت ده كان جهاز رانين مغناطيسي رانين مغناطيسي الوقت بقنا من استخدامه استخدام كثير جدا وبقوة في تشخيص أورام من برسطاتها مبكرة يعني مش أي واحدة PSA بتاعه مرتفع أخد له عينات لا ده أنا بروح أم أعمله الأول رانين مغناطيسي هو نوع معين جدا من أنواع الرانين مغناطيسي اللي هو اسمه مالت برامتر كامر آي والأسف انتشاره محدود جدا لأنه محتاج خبرات طويلة جدا من زماننا تكتل الأشياء عدد الناس اللي في مصر اللي بيعرفه يورو كويس وليلين جدا هو في العالم كله مش في مصر بس بعد كده هوت بقينا المريض اللي هو بيتشخص أو الأمر آي بيقولي أه والله ده فيه هنا هوت فيه بقرة لازم تخاف منها بنبتل ناخد له عينات كان زمانة العينات دي عشوية تلوقتي بالجهاز اللي احنا شايفينه ده جهاز ألترا ساونت أو جهاز موجات فوق صوتية بس الجهاز ده هوت فيه حاجة اسمها اندماج الموجات الفوق صوتية مع الرانين المغلطيسي يعني باخد السي دي بتاع الرانين المغلطيسي بحطه على الجهاز ده فلما دكتور الألترا ساونت يشتغل الجهاز بيقول له خد عينة من الحتة دي ورم البرصاتة ده بيبقى جوز يصغير جدا من البرصاتة يعني لو القوضة ديت كلها اعتبرناها البرصاتة ورم البرصاتة ممكن يبقى قد الكوباية دهية فلو انا اخدت عينات عشوائية ممكن ان المريض جدا يكون عنده ورم خبيس وانا معرفش اجيبه بالتقنية الحديثة دهية خليتني اقدر اخد العينات فبعد ما بشوف الكلام ده هوت الجهاز ده بيدمج السورطين على بعض يحطوهم فوق بعض فالدكتور الألترا ساونت بيقدر يقول انا هاخد من الحتة دي بالزبط وبقى نسبة التشخيص بدل ما كانت 10-12% بقى 90% يعني دي الصورة هي مدمجة لو بصينا على الصورة اللي تحت اللي مين دي بتقوله بالزبط ياخد خدمة الحتة دي هتلاقي كمان معلم له وفي السورطين اللي هم على الشمال هي دي المنطقة اللي انت خايف منها هي دي المنطقة اللي انت تشوفها المنطقة ده هيت ما كانتش تبان في الألترا ساونت لوحده عشان كلكم بناخد عيناتها شوية تلوقت لما بدمج السورطين مع بعض يقول لنا المنطقة ده هيت بالزبط وبيعلمها بدقة شديدة جدا وشوف الإبرة هي داخلة بتاخد العينات من المنطقة بالزبط عشان كده هو بقى الناس بدلا ما عدنا ناخد عينات ولو انت ما فاكش حاجة والرجل يفضل البي اس اي بتاعه يعلى ونجيبه تاني ناخد العينات تالت ورابع وخامس وانا قلقان من الحكاية ده لا تلوقتي بجيبه مرة واحدة ناخد العينات بتبقى نسبة تشخيص عالية جدا عظيم يبقى احنا مش فاهمنا دلوقتي البي اس اي اي ده اول خطو بعد كده الامر اي بعد كده نعمل الجهاز الذي يدمج الامر اي الالترا ساوند الذي يحدد بدقة انا دخل اخد العينات من فضل ده حاجة رائعة موجود عندنا موجود عندنا ما شاء الله لان ده حاجة عظيمة جدا طيب ايه الاساليب الحديثة دلوقتي في العلاق اللي حصل ده هو في الالترا ساوند والامر اي او اللي هو الارانين المغراطيسي اه اغير مفاهيم العلاق تماما احنا كان عندنا كل العينين ده همت كنا كلهم لازم نعملهم استلصال جازي للبرستاطة لو كان الورم لسه في البرستاطة لو كان متشر في جسمه نعمله علاج هرموني او علاج هرموني مع اشاعي حسب او فيها مراحل متأخرة او علاج كيميائي لا اتلوقتي بقى الموضوع غير كده طيب انا نفهم ان اورام برستاطة ديت مش لازم تبقى في البرستاطة كلها دي ممكن تبقى في بقرة واحدة فعشان كده هوت ابتدنا نفكر تفكيرات مختلفة طب لو هي بقرة صغيرة لو بقرة قد الكوباية دي في القوضة ديت كلها انا احرق القوضة كلها ليه او اكسر القوضة كلها ليه ما احرق الحتة دي بس فابتدأ يطلع علاجات جديدة حاجة اسمها العلاج البقري او العلاج الموضوعي ان المنطقة دي بس هي اللي اخلص عليها وهو ده هوت بيعتمد جدا على اللي احنا شفناه في الصورة قبل كده القلاج الموضوعي او البقري ده هو الكارتون ده بيواريك انه هو بيتم بالدمج ما بين الصورتين في العيان من غير ما خالص لا افتح ولا اعمل اي حاجة خالص ده هو انا شايف البرستاطة كويس جدا ده اللي هو جهاز الالتراساوند هو داخل عن طريق الشارج بيشوف البرستاطة بيقوله بالضبط ياخد العينات منين او اسف بيقوله عالج اني الحتة بالضبط معتمد على العينات قبل كده في اللي عليها السهم اللي هوت اللي في الحتة اللي مين ده اللي هو اللي زر وهو داخل في الحتة المعينة دي بالضبط عشان يخلص عليها طبعا دي العلاج في قدرة العمليات المريض لا فيه فتح ولا اي حاجة خالص الجهاز احنا ده حددنا مكان البقرة بالضبط هتلاقي فيه كده اللي هو الجهاز بتاع الالتراساوند اللي بيعمل الدمج على ايدك الشمال ودي عبارة عن نوع الاجهزة وهي داخل على الورن بالذات اللي بتخلص عليه وتحرقه تماما او تفنيه تماما دي الصور اللي حم نشوفها بعد ما حصل الدمج ما بين الالتراساوند والفيوجن او الامر اي او الورنين المغناطيسي ودي الاماكن اللي انا بعالج فيها بالضبط يعني هي دي الحتة اللي هشتغل فيها ودي الحتة اللي حط فيها الليزر بتاعي او ريديو فريكنسي او الحاجة اللي انا بستخدمها عشان انا خلص على الحتة دي بالضبط ما بوصل برسطاتها كلها ما عيرتش عيان لعمليات جبيرة جدا طالما ان العيان عنده بقرة واحدة فالبقرة دي هي اتبقى اقدر ان انا خلص عليها زي ما نشوف القضة العمليات رغم ان هي عمليات بسيطة جدا العيان بيخرج في نفس اليوم يوميا بالليل بيبقعد في بيته ولكن التجهيزات بتاعتها مفتفعة جدا التجهيزات دي هي عشان اقدر اوصل للبقرة دي وما غلطش واسيب بقرة تانية او ما غلطش ان انا عالك حتة مختلفة خالص ده العلاج الزكي ده يعني ده علاج هو اسمه علاج البقري لكن جاي من بقرة لكن انا شايفه ان هو زي يعني الاصدق عليه تعال علاج الزكي صحيح اه يعني ده زكي جدا بيدخل على المكان اللي في دوره بزبط كده هو بياخد البقرة دي بالزات يعني زي ما احنا شايفين هنا هو تلوقتي هلا ايه هو دمج الصورتين بعدين دخله بالمكان حط اللي يزر بالزبط في المكان اللي هشتغل فيه اللي هو معلمه من الاول السيد دكتور حسن الشاكر استاذ جراحات المسالك البولية بكل الطب جماعة عين شامس وزميل جماعة تورنتو وماكلبي كانت عوض جماعة جراحات المسالك البولية الامريكية والاوروبية والمؤسس المستشفى الشاكر طبعا المستشفى الشهير كان ضيفي فيه الدكتور خليكم دايما مع الدكتور اشتركوا في القناة احنا بكم موضوع مهم جدا جدا ومثير جدا تحديد جنس المولود فيه امراض ورصية تجري في العائلات وتجري في العائلات دي وكلمة ترجمة لران انفاملي جينات معينة ماشية بتمشي في متورس من الام لأولادها الزكور او العكس فهذه العائلة الامراض منها امراض مخيفة امراض مخيفة جدا ومزعجة للغاية يعني ممول مرض الهيموليتك انيمي ده مرض مشهور قوي سلاسيميا سلاسيميا مرض مزعج جدا سلاسيميا ميجور مرض انيميا البحر الابيض المتوسط فيه مرض تاني مشهور الهيموفيليا هيموفيليا ده مرض بيسبب مشاكل عديدة للرجل لما بيجي له الولد الشاب فيه مرض اخطر منهم كمان دوشين مايوبسي دمور العضلات او مرض العضلات الضامرة اللي من النوع دوشين اللي بيصيب عضلة القلب ايضا فتصبح عضلة القلب يحصل كارديو ميوبسي ويموت الطفل او يتوفاه الله في سن صغير نسبيا دي امراض مزعجة جدا عشان كده ربنا الهمنا علم مهم جدا لانه احنا في عالم الاسباب ناخذ بالاسباب فجاء علم البشرية ده الهم من ربنا اختيار جنس المولود تعالوا نقرب من هذا العلم المسير مع ضيف العزيز واحد من الاسماء البرزة اسم اكاديمي رائع واسم بينتمي الى طبعا كل الطب جامعة عن شمس وايضا الى مكان راقي جدا ومتقدم للغاية وبنفتخر اساسا باداء العلم الراقي جدا هو اكيد دار الطب ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الاساس دكتور عمر الرياض استشاري تأخر الحمل والحق الميجاري واطفال الانبيب ومستشفى الابتسامة وهي احد فروع مراكز دار الطب والاساس المساعد لامراض النساء والتوليد والعقم وكلية الطب جامعة عن شمس اتلا بيك احنا وزق لهم حضرك هبدأ معاك الاول بالزمان التاريخ كان فيه افكار شعبية حول تحديد جنس المولود بنقرأ عنها منها افكاركو زعبية يعني حاجات فاحكيلي ايه القصة بدأت ازاي هو بدأت ان الانسان دائما يعني بيسعى للزكور طبعا وده كان برضو موضوع مفهوم لان والزكور هما الاخدر على عمرت الكون وعلى المساعدة والحروب لان الحروب قد تحتاج عدد رهيبة من الزكور فيه فيلم دلوقتي يتعمل حلوة قوي جيش من النساء لازل تفرج عليه بس ده ليس نزل في سلم بس الفكرة اسمه ايه ستات كلهم بيحاربوا حاجة عظيمة جدا جدا الستات يا باشا بيعملوا كل حاجة دو هان مفروض عطامة فكرة الرغبة دي كان بيحاول منذ فاجر التاريخ يعني يجيب الزكور اكتر يعني مثلا الفراعنة كان بيقدر يعرفه بدري مثلا ازاي بطرق طبعا هي خيرا علمية مثلا ست في اول حملها نقط بول بتحطه على حبوب من الشعير حبوبنا القمح لو طلق الشعير بقى غالبا ولد لو طلق القمح بقى غالبا بنت وكانت بتصدق في كثير من احنا مش عشان حاجة لانهو احصائيا خمسي في مئة ولاده وخمسي في مئة بنات يعني طبعا كلام فاضي للأسف يعني وقد البنات وقد البنات اللي هو مش عايزين بنات دايما الناس كانت بتختار حاجة في الجاهلية كانت حاجة قصية جدا دي حاجة صحة يعني الزوج هو المسؤولة طبعا الحياة المنوية اللي بتعمل الزكور ولكن لا حديثة الليها دور كبير جدا لان بويضة نفسها بتطلع حاجات بتجذب الحياة المنوية اللي هتبقى الزكور او الناس على حسب كل واحدة والتانية فقصة ان الست المسؤولة اه مسؤولة زيها علميا هاي مفجأة نعلمها جميعا لكن قليل لما بنقولها بس هي علميا طبيا صح اه بويضة بتطلع حاجة اسمها كيمو تاكتك فاكتور بتجذب حياة المنوية الزكور وفيه بقى محاولات شعبية يعني ايه مسلا ودي لحد ما فيها جزء علم يعني مسلا الست تبقى عارفة ان يوم الطبويل لو حصل علاقة بس يوم الطبويل ده غالبا بيبقى ذكر ليه لان الحياة المنوية الواي اللي هتبقى تعمل الجنين الذكر أسرع ولكن بتعيش أقل الحياة المنوية اكس ابطأ فمن اللي يوصل اسرع فيه يدوب كل بويضة هتطلع خلاص هو ايه الزكور بس طبعا الحاجات دي يعني بتحسن ايه شوية لكن طبعا كلام كله غير علمي وغايا كلام مش مزبوط يعني المسؤول الرجل او الست جنس المنوية الاتنين اه طبعا المسؤول اساسا انا اتذكر الست كده كده كل بويضاتها اكس لكن الراجل اكس واي لكن زي بويضات كل ست مثلا بويضات الست دي دائما بتحب الحياة المنوية والذكور بطلع عوامل بتجذب الحياة المنوية والي ودي بتجذب الحياة المنوية والاكس ودي بيلاقيها كتير يعني بلاقيها الست دي دي دائما بتخليف تيديمppt دي حاجة علمية طبعا اه دي حاجة علمية ومفاجأة لكتير من الناس بس محتضش يقدر اتوقعها. محدش يقدر يعرفها. بالزبط طبعا. اه. يعني ما نقدرش نقول ان الست دي اه بتعرف تخلف اه هتخلف بنات بس. اه هتخلف ذكور فقط. صعبة دي. هي الرضا بقى. اه. بس اعلم نتشافها بعد مرور وقت لما تلاقيها خلفت اربع ايال. اه. ذكور. او خلفت خمس بنات. فبنبقى عارفين بقى خلص بدأ نشتبه. بس ممكن ليه بعد خمس بنات تخلف ولد. اه طبعا. اه. برضو فرص احصائية يعني. مش كل البويضات هيبقى كلها بتطلع نفس العوامل. لا. فيه بويضات بتحب الحياة المنوية والذكور وكذلك اللي ايه. لازم هتجيب ذكر في الاخر. بالزبط كده. السؤال التقنيات الحديثة بقى. ندخل بقى على الحادثة في الفين اتنين وعشرين. الموضوع اكتلف تبقى. اه طبعا. احنا اللي يمكن فحصه لذكورة او الناس هو الاجنة. ودي حاجة مهم. وليس الحياة المنوية ولا بويضات. الناس استعتقد ان احنا ممكن نفحص البويضة او الوحيان المنوية. وده خلية واحدة. لو فحصناها يبوز اصلا. فحنا بنفحص مين? الاجنة بناخد منها خلية. وهي في مرحلة بعد 16 خلية. فمش هيتأثر خالص. وبعدها كان بتتفحص الاجنة. اتفحص الخلية دي ورصها. نشوف هي اذكر او انسة او خير واضح. طبعا. الفحص الزبان كان بيعتبر ان احنا نعمل حاجة اسمها كاريو تايب. يعني ناخده ونزراعه بعد يعني يبتدي ثلاثة اسابية لغاية لما نعرف. وده كان بياز سلزم ان احنا نجمد جميع الاجنة. دلوقتي بتعمل القصة في ايه فيه ساعات معدودة بحاجة ما دي اين ايه بروبينج. دي بتطلع الموضوع في ساعات معدودة. فنزرع في نفس الدورة اللي احنا بنعمل فيها التنشيط. نزرع ايه الاجنة الاناس او الزكور. طبعا اجلب المصارين بيعايزين اختيار الجنس للذكر. ولكن فيه نحلات نادرة يعني بيعايزين اونس يعني. التقنيات ديت يعني مسبة النجاح او الشوق الشور بتاعها قدي. اه هي لو يعني عالي الزكر هيبقى زكر بنسب مية في المية. بلا جدال نعم. الاهمية الطبية لتحديد جنس المولودة. اه ده حرارة قولت الكلام ده كله في الاولادة. هو الاهمية الرئيسية في الامراض الوراثية اللي تسميها اكسلنج التي تنتقل من الامة لأولادها الزكور. لان الامراض دي لما تنتقل للاناس البنتها عندها اتنين اكس. فغالبا المرض اللي يتم يعني ما بقاش بين خلص. يعني. لكن في الزكور لانه عنده اكس واحدة بتقب بين جدا. فكل الاولاد الزكور كلهم هيجي لهم نفس المرض. فهنا دي اهمية نحن نحدد الجنس اللي انسة. عشان ما يجيش المرض ده. نسبة النجاح كام. نسبة النجاح برض ما هو نسبة. مية في المية. اه مية في المية. احنا خلاص هنزرع الاجنة ان شاء الله الاناس. فخلاص يبقى المرض. عشان يجي هيجي بنسبة اقل بكتير من الزكور. وحتى لو جاي بقى بنسبة اقل. لان التعبير عن المرض. الاكسبراشن بيبقى اقل كتير لان فيه اتنين اكس. اه. هيبقى جين متنحي مش بين. بالضبط. اغلب الامراض الحراكة قلتها في الاول اه. بتتورس عن طريق. اه. الحاجة اسمها الام. اللي ممكن للاناس والذكور. عن طريق ايه. اه. السكس كروموزومز يعني الكروموزومات الجنسية. فالتقنية مفيدة في القصة دي بزاية. لان امراض الحراكة قلتها دي امراض بشعة. اه. من الاسف الناس بتعاني. لدي عندهم اطفال لدي عندهم القصة زي الدوشان وزي الهي مفيدية والحاجات دي كلها. واللي هيموليتك انيمي. اه طبعا. البروتوكول المستخدم ازاي? هو بروتوكول بيبقى بروتوكول اعتيادي. احنا ما بنحبش نطلع بويضات اكتر من المعتاد لان احنا بنفحص عدد معين من الاجنة. اه. عشان الموضوع يبقى ناجح. فاحنا البروتوكول بتاع البروتوكول المعتاد وزي ما قلنا دائما بنزرع اليوم الخمس. عشان نلحق نكون فحصنا الاجنة. بناخد خلايا منهم. تطفحص. تطلع زكر او انسة. او غير محددة. او بتيجي مفاجآت. يعني مسلا يجي تيرنر. يعني مسلا تيرنر ده ده بنت. يعني عندها اعاقة كبيرة. فدي ما نزرعش ودي فاية كبيرة جدا. اه. انها ما نزرعش بنت. لان البنات دي مسلا بتعيش. بتنزل تتولد وتعيش. وغالبا بتبوت المشاكل في القلب. بالذات الصمام القورتي. اه. انا شخصي مولد دعينا تيرنر. هي مولدة يا شخصي. بس دول برضو فرص يعني اسم رؤية الحقيقة عندهم قليلة. فيفضل ان هو دول ما يزرعوش دي من احد الحاجات الجميلة. الفوائد للتحديد الجنس طبعا. رأي الدين في المنطقة دي بقى. ليه مهمة اوي. والله احنا رأي الدين انه حلال باذن الله. ليه? لان احنا اولا احنا. ده هو فعلا فيه اجازة فتوى من الازهر بكده. طبعا. والعلماء الازهر طبعا كلهم فهميه شغلهم كويس جدا وما بياخدوش الفتوى. بقولش الفتوى كده. احنا بيستشيروا اساتزة في التخصص. احنا كده كده هنزرع مثلا اربع زكور ومش هنزرع الاناس. طيب هل هيحصل حمل? في علم الله باذن الله. يعني احنا مفيش حاجة ضد ارادة ربنا دائم رأي واحد. طيب. في نقطة تانية طب انت دعيتي بترمي لاجنة البنات صح? احنا فيش اجهاض ولا حاجة. هما ما تزرعوش في الرحم اصل. احنا مدام ما تزرعوش مفيش حرمانية. الكلام ده لو زرعناهم وعن نزلهم. طبعا. فموضوع حلال بإذن الله ينفوش مشكلة خاصة. ده 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 في يعني منفعة كبيرة جدا للمجتمع وللأسرة. اه طبعا. اللي احنا بنجلبهم. يعني احنا ماشينا على قاعدة طبية قاعدة دينية وطبية مهمة جدا اللي هي درء المضرة مقدم على جلب من منفع. طبع. درء المضرة هنا انه المرض الوراثي يظهر معنا. طبعا. يعني مرض وراسي يظهر ده مضرة كبيرة كده. مش رادة ان نعالجه. ملوش علاج. يعني ما نجي ان الهيموفيلية مع علاجة ملاش علاج. هيوقد يوقد يوقد اه فاكتور ايت كونسنتريت وخلاص. ولا هنا ولا برا. ولا في اي حتة في العالم. هيفضل طول عمره مريض بال بالهيموفيلية مثلا يعني. اه اه هنا تحديد جنس الموجود برضو عايزين الرسائل الاساسية اللي تحب انها هتوصل لكل العقول هي ايه. اه اولا نبرا واحد ما ناخرش سن الزواج على قد ما نقدر. ولما نتجاوز ما نفكرش ناخر الحمل. دي رسائل عامة. يعني نجرب نفسينا الاول تمام. بعد كده احنا ما نحب نحدد الجنس. انا افضل طبعا مش اول حملة كنت احديد جنس. احنا نسيب نفسينا عادي خلاص نحمد مرة واثنين وتلاتة. عند وجود اي طفل عنده اعاقة. ده شيء مهم جدا. لازم نروح لحد المتخصص. وده القليلين. فده كترة الاطفال بالذات. يقول لنا المرض ده في المشكلة. ده مثلا مثلا غالبا المرض الفلاني. واحنا عارفين من الخريطة الجينية ان ده بيبقى على الجين مركزة. في الجزء المعين من هذا الجين. فساعة هنعمل تحديد ايه بقى اول ما عرفنا ان المشكلة في هذا الجين. دي بقى عارفنا على الاقل نعرف نعمل فحص وراسل الجينات دي. لو هنعمل حال من جهر وانه نجنبها المشاكل التاني. لان طفل واحد. واحد بس عنده اعاقة دي كارسة بالنسبة لأب والأم. ومعاناة مستمرة. والناس برضو ناس بتتكلم من برد. تقول لده ده امر الله ايوم. هو كله امر الله. بس احنا لما انت لو انت احتكت بطفل زي ده. وعانيت مع هذه المعاناة. مش معقولة اقول للناس تبسيبه نفسك واحمله تاني. وانتو حظوكم. ده برضو يعني ده حاجة صعبة جدا. في قاعدة مهمة قوي. انت ألهمتني بيها النهاردة. ودي انا هقولها كتير لانها مهمة قوي. امر الله الاصلي والهم جدا. هو العلم اللي ربنا ألهمه لنا. ربنا هيسألنا. انتو عملت ايه بالعلم ده هل استفدتوا منه واشتغلتوا بيه. ولا انا ألهمتكم هذا العلم وانتو ما اشتغلتوش به. لانه فاحصلوا راسي لاجئنا. ده علم. طبع. علم ربنا اداله البشرية. فلو احنا ما استفدناش وما اشتغلناش بيه. احنا هنتسئل بقى. لانه احنا كده ما اشتغلناش بأمر الله. طبع. ما اشتغلناش بأمر الله اللي هو العلم. ربنا امرنا بعلم. صح؟ ربنا لما يدينا علم. بدنا سبب. ما ناخدش بالاسباب. احنا قصرنا. صح كده ولا انا مش سبب. طبعا. بلا جدال. انت الالهنتني الحكاية. نورتنا وشرفتنا وابدعت. شرف لي يا ربنا. يعني ضيف العزيزة الخيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع على السؤسة الدكتور عمر الرياض. استشاري تأخر الانجاب والحق الميجاري واطفال الانبيب. بمستشفى الابتسامة وهادف روع مراكز طار الطب. على السؤسة المساعد لأمراض النساء والتوليد. بكل الطب جامعة عن شمس. نورت. انا سعطي. احنا لكم دايما مع الدكتور. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أهلا بكم تهور الإنسان على أخيه الإنسان أو على نفسه أصبح شيء لا يوصف ولا يعقل التصرفات يا جماعة الجنونية اللي الناس بتعملها مع بعض تحت مسمى إن أنا صور أو إن أنا فرحان أو إن أنا عايز أعمل فيديو أحطه على السوشيال ميديا فأسير به إعجاب الآخرين أو أضحك به ناس على ناس ده يدل على خلل نفسي رهيب النتيجة بتكون وخيمة جدا والكلام ده موجود في العالم كله ما نشوف دلوقتي في عريس اسمه فيليب فيليمون ليفيو فيليمون ليفيو فيليمون ده عريس 31 سنة يوم فرحوا صحابه بيهزروا معا يخرب بيت بيهزروا معادي بيهزروا معادي والنتيجة تبقى بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي ده راحوا شايلينه قال يعني بيحتفلوا بيورفع يا باشا راح نازل منهم نازلة اتكسر ظهروا اتكسر ظهروا وجالوا شلل نصفي او اتكسرت فقرة عنقية طبعا الصورة مش بيبينها قوي بس طبعا العروسة يعني ايه العروسة مش عارفة تعمل ايه لا لا ده كده فقرة عنقية اتكسرت فقرة عنقية اتكسرت يعني ممكن يكون اساسا ودخل على تنفس صناعي متعرفش ليه عشان الغباء من الاول واحد يقول لي لا محصولوا ما عارفوش لا هو من الاول الحركة حتى لو تمت هي حركة غبية ايه ايه المنقدمين اللي رفعه انسان وعلى فكرة في ملعب الكرة بتتعامل بسي فيه نجيلة في ملعب الكرة مش ارضية صلبة ودول لعبة كرة بس برضو غلط الحركة الغلط الحركة فيه من زمان قوي تقليد كان بتعامل على التيك توك ده دي نصيب السودة الحاجات التقليع اللي بتطلع والتقليع دي بنقصين يعني محتاجة ياما دي نشوف تقليعة بتاعت كسر الجماجم ولا معرفش معرفش انها ايه ده دول على انه فيه خلل نفسي عقلي عند الجيل الجديد لازم يتصلح النتيجة بتكون فيه عمبر البخ والاعصاب والعمود الفقري في المستشفيات انه حد بيقع اهو الحركة دي جنونية جنونية وانا بعرضها يعني وانا متردد بني وبينكو لان انا خايف حد يشوف يقول لك ان ما نعمله دي كسر على طول مفيش حد هيحصل له الحركة دي الا ما هيكسر ظهره هيكسر دلوقتي او هيتعمل فيه حركة طبعا ده غير انه ممكن ينزل على الجمجم دي ويحصل له كسر في الجمجمة والعمود الفقري بتاعه خلاص طبعا الجنون دي كل الاولاد دول محتاجين تربية نفسية وسيكونيجية من جديد يعني دول المفروض بجد لو انا مسؤول بجد همسك الناس دي كلها اقبض عليها ده اول حاجة مش بشكل جنائي وادخلهم مساحة نفسية يتعالجوا اولا اعملهم تقييم نفسي اشوف الاعيال دي مجانين ولا نص مجانين ولا عندهم خلل ايه بالزبط فيه ولد توفى بسبب حركات زي كده زي كده كان في زمان بقى من شوية كده كان من فترة برضو العربيات واحدة تنزل من العربية وتمشي جنب العربية ترقص اهو اهو الحركة دي يا لهوي ده دي كانت جنون اهو واحد اهو واحدة نزلة ترقص عربية جات حوادث حوادث لان انت نزل ترقص في الطريق عشان ايه؟ عشان تسير اعجاب الاخرين يخرب بيت اصارة اعجاب الاخرين ده نزل طبعا جلوا التوقف في الرجبة ودي حوادث قاتلة دي طبعا خلاص دي ايه اخر لقطة في حياتها تسير اعجاب الاخرين بايه يا جماعة؟ يعني ايه اصارة اعجاب الاخرين دي ولا ان انا ابين للاخرين لانه نطات حمام السباحة نطات حمام السباحة يعني يعني ضيف العزيز قال لي قبل كده انه كثير من حالات اللي عملها لانزلاقات غضا ريفة العنقية كانت بسبب نطة في حمام السباحة من غير حد مضرب نزلت بدماغه فارضيت حمام السباحة كسرت الفقرة العنقية نهاردة حوار مهم جدا جدا نتكلم فيه في موسوعة مقسمة على حلقتين الجزء الاول النهاردة والجزء التاني الاسبوع الجاي فيه حوار مهم جدا عنوانه جراحات المخ والعصاب كيف تقدمت كيف وصلت الان الى منطقة مهمة جدا مع واحد من رواد هذه العلم من رواد هذه النوعية من الجراحات على المستوى المصري والشرق الاوساط بل اسم يفتخر بوجوده في المصاف العالمية بلا شك ضيف العزيز القيمة العميلة الكبيرة والاسم اللامع الاساس الدكتور يسري الحميلي مشاكل الغضروف لحظة هل الاصابة لحظة؟ هل المشكلة لحظة؟ هل في ظرف ثواني ممكن واحد يواجه مشكلة كبيرة جدا؟ المريض بيعتقد تماما ان هو مجرد انه راح يكشف عند جراح ده معناه انه بيبدأ خطوة العملية وده كلام مش صح 80% من الحالات اللي بتجينا بتقضى على العلاج التحفزي غير الجراحي عملية بدون جراح وحقن فقرات وتردد حراري والكلام ده كله مع احترامي لهؤلاء المتخصصين هم دولناس متخصصة في جزئية صغيرة جدا من العمود الفقري عرق الناس موضوع من الموضوعات المهم جدا الناس كتير بترتبك في التوصيف عرق الناس ده عصب العصب ده بياخد مصادره من مجموعة اعصاب زي الأصفر ده خرجة ما بين الفقرات بيتكون من مجموعة اعصاب اكبر مشكلة او اكتر حاجة بتسبب الام عرق الناس واشهرها هي الانزلاق الغدروفي وهو الاكثر شيوعي الغالبية العزمة من عمليات العمود الفقري حتى اللحظة اللي احنا فيها دي بتجرب الطرق التقليدية والطرق التقليدية لا تعني أبدا الدقة ولا تعني أبدا الوسيلة المحدودة ولا تعني أبدا أهم نقطة وأهم جزئية هي الحفاظ على الكيان الطبيعي اللي ربنا عمله في العمود الفقري دايما بستمتع دايما بالأحدث والأفضل والأكثر قيمة بالنسبة للمرضى في حواري معك فده شرف كبير لنا الأستاذ الدكتور يسري الحميلي أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري كلية طب قصر العيني جماعة القاهرة عضو الجامعية الأوروبية لجراح المخ والأعصاب مدير مستشفى نيورو سباين دايما العزيز القيمة العامية الكبيرة لأستاذ الدكتور يسري الحميلي منور الدكتور أهلا دكتور عيمان أهلا بيك أهلا وسهلا قسم المخ والأعصاب سواء في الأصر العيني أو في نيورو سباين أو في جماعة عين شمس مليء بهؤلاء الضحايا اللي احنا بنشوفهم كل يوم بس الحكاية عندك أكثر يعني إصارة وأكثر تشويق وأكثر مأساوية أحيانا الحقيقة صح كلامك اللي أشارت إليه كمان اللي بنشوفه أكتر اللي بيتهور وينزل ينط في مية البحر أو على شاطئ غير ممهد ومش دارس أو مش واخد باله من الصخر اللي موجود أو أن العمق غير مناسب أو ينط في حمام سباحة مش مصمم أو في مكان المفروض أنه ده الأطفال أو حاجة زي كده ويتصدم الرأمة بالرأس تتخبط في الأرضية أو في الصخر أو في أرضية حمام السباحة ويؤدي هذا إلى كسر خطير جدا في الفقرات العنقية فعلا أنا أجريت عمليات مرضى من هذا القطاع بعضهم الحظ أسعافه أننا قدرنا نعمل حاجة وبعضهم للأسف ما قدرناش نعمل حاجة لأنه جلنا في مرحلة فيها قطع في الحبل الشوكي وبالتالي هنا بنقول دايما زي ما بنقول أن اليقى البدنية هي حجر الزاوية في صحة العمود الفقري بنقول أن العقل وإحكام العقل وأن الواحد ما يستسلمش اللي حواليه يعني العريس ده اللي استسلم اللي حواليه في لحظة من النشوة والفرحة الزائدة كان غلطان مش مفروض أنك أنت تستسلم لفكر من حولك برضو اللي بيهزر معاك لقيت الهزار تعدى نطاق الأمان والصحة لا دي نقاط حمراء يجب أن نتعلم أن نحافظ فيها على الخصوصية وعلى احترام الزات كل الناس دي هتعاني من ألم في الظهر ألم الظهر دلوقتي انتشرت نتيجة الممارسات الغلط كمان في الحياة كل بيت دلوقتي بقى بالشك من ألم ظهره طيب ألم تظهر لها أسباب كتيرة الحقيقة يعني بس أهم سبب هو تغير رتم العصر اللي احنا فيه واعتمدنا الأكثر على التقنية اللي فيها رفاهية والميكانة واستخدام الكراسي بشكل كبير جدا وإن احنا اتجاهنا أكترنا أنه ما بيهتمش باللياقة البدنية كان زمان إجباري بتهتم باللياقة البدنية لأن طبيعة عملك كشغل يدوي أو شغل شاق كان بتخليك تهتم أكتر باللياقة البدنية كان المشي كتير كان الرياضة كان الاهتمام بالصحة الغذائية والاهتمام بالأكل الصحي الأكل نفسه ما كانش فيه التلوس والاجتياح الغير طبيعي للمواد الصناعية فكل دي عوامل بتؤسد تماما على صحة العضلات والأربطة والمفاصل ومن ثم يبقى العمود الفقر ضعيف ضعيف معناها مع أي حركة بسيطة زي ما احنا شايفين في الفيديو الغذروف هيطلع ما بين الفقرات هيخرج من مكانه أول حاجة هتقابله عصب مهم جدا هيدغط عليه هيعمل لنا مشكلة ألم في الضهر بعد شوية هتندرج الألم دي أنه هتأثر على إيد أو هتأثر على رجل أو هتأثر على الاتنين وبالتالي الأساس في الموضوع هو اهتمامنا باليقتنا البدنية وده حاجة مهمة جدا 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 إمتى يبقى ألم الضهر ده خطير إمتى يقول إن في مشكلة تستحق بسرعة التحرك الحياة فيها علامات بتبقى مصحوبة لألام الضهر أو ألام الرقبة هنا لا يجب السكوت عندها ولازم نتجل الطبيب المتخصص وكمان لا نكتفي بزيارة الطبيب ونهتم بإننا نشخص الحالة بأشعة تشخصية مهمة زي الرنين زي ما إحنا شايفين لو إحنا عندنا ألم مستمر بيجي في نفس الوقت كل يوم وأنا داخل السرير بيجيني ألم في الرقبة أو ألم في الضهر كل يوم أو أنا صاحة منهم نفس القصة الألم ماسك ضهري أو ماسك رقبتي وعمل لي تهبص رهيب جدا وما بيفكش غير بعد شوية ومتكرر لو الألم ده مصحوب ألم في الرقبة ومعاها ألم في الزراع أو تنميل في الزراع أو حسيت أن يدي بتترعش وأنا ماسك الكوباية أو الألم بيجي في الضهر وضهري بيفضل متهبص فترة طويلة وبعدين يجي تنميل في الرجل أو الألم بيجي في الضهر ومعاها ضعفي في حركة الرجل وأنا ماشي في البيت الشبش بيفلت من الرجلي أو السجادة تكعب لني أو أنا ماشي أي حاجة صغيرة ممكن تخليني التزاني أفقد أفقد التزاني أو ألم في الضهر معاها ألم بطول الرجل اللي بنسميه عرق النساء أو تنميل في الرجل أو أن أنا حسيت أن مع الألم ده بدأت إيدي تخس أو سمانة رجلي بدأت تخس وبقى فيه فرق في الحجم ما بين إيد والتانية أو سمانة رجلي والتانية أو الألم ده مصحوب بيه عدم قدرة جنسية أو الألم ده معاه عدم تحكم في البول أو البراز كل دي مؤشرات خطيرة جدا بتقول لا نكتفي بزيارة طبيب وإن إحنا ناخد علاج بس لا إحنا عايزين تشخيص ونعرف حالتنا كويس جدا عند الطبيب المعالج ونسأله أسئلة مهمة جدا أنا دي حالتي العلاج إيه وأحافظ على نفسي إزاي وإزاي ممكن أصحح الحياة الخطأ اللي أنا عايشها أو رتم الحياة الخطأ اللي أنا عايشها فيه إنسان بيشتيك من ألم في ظهره يقول لك أنا الألم في ظهره وفيه إنسان تاني يشتيك من ألم في ظهره مسمع في رجله واصل لغاية القدم الفرق بين الحالتين عادة في معظم الحالات المرضى بتتجاهل ألم الظهر وبتسيبها أو بتعامل معها باستخفاف شديد جدا كأن ياخد بعض المسكنات كريمات يعمل جلسة مساج أو جلسة طلاق طبيعي يروح لحد مجبراتي يزبط له القصة ينام على خشب يقود وبينسوا نقطة مهمة جدا جدا إن ألم الظهر دي هي مجرد لمبة حمراء أو صفارة إنزار هيحصل بعدها مش شرط بعدها بيوم مش شرط بعدها بشهر مش شرط بعدها بسنة هي معناها إن في حاجة خطأ لا نكتفي بأن إحنا نعالج الألم مفهوم علاج الألم فقط دون النظر في الأسباب التي أدت إلى الألم دون تشخيص الحالة دون الوقوف على السيناريو اللي لازم نعيشه صح عشان الحالة ما تتفقمش هو مفهوم خاطئ تماما فمعظم ألم الظهر بتيجي يعتم اللي استغطار بها والتعامل معها باستخفاف شديد جدا حتى المريض كتير من المرضى يجي يقول يا دكتور أنا مش مهم ألم ظهري ألم ظهري خف أنا المشكلة ألم عندي في الرجل مشكلة إن أنا لما بكوح أو أعطس الألم بينزل في رجلي أو واحد تاني يقول أنا عندي مصمار في رجلي أو حتة في رجلي فيها كهرباء كل ده معناه إن إحنا سكتنا في المرحلة الأولية أو تعاملنا مع الموضوع بالاستخفاف لحد ما وصلنا إلى مرحلة إن بقى فيه حاجة ضغطة على العصب بقى فيه جبروف والجبروف ده هنحتاج نتعامل معه بأسلوب جراحي لازم لازم نشيله لازم نشيل الضغط من على العصب الصحيح التكنولوجي الحديث إدانا حاجات جميلة زي اللي بنشوفها في الفيديو لكن في النهاية إحنا مش عايزين المرضى يوصلوا للسيناريو اللي نحتاج معه عمله أشهر مشهور هو عرق النسا عرق النسا يعني هو القمة في انتشاره وهما الناس مش بفهمين فيه ناس كتير مش بفهمة إن عرق النسا ده هو إنزلاق وضروفي الغالب أشهر أسباب عرق النسا هو الإنزلاق عشان كده قلت في الغالب وهو أكتر حاجة بتيجي تزعج المرضى اللي عندهم منزلاق وضروفي هي ألام عرق النسا وعادة المريض بيقعد يستنى لحد ما يجيله ألام عرق النسا وعرق النسا ده عبارة عن إيه كابل عصب كبير بيمشي في مؤخرة الفقد والصاق كلها وده بيغزي جزء كبير جدا من عضلات الرجل وبيتكون بتجمع مجموعة من الأعصاب اللي خارجها ما بين الفقرات القطنية عشان تعملينا الكابل الكبير ده اللي بيغزع قطاع كبير جدا من الرجل الإنسان وده دايما المرحلة اللي بتزعج المرضى أو بيبقى عندها الألم مبرح ما بيعرفش هتعامل معاه بالطرق التقليدية وبالتالي بقى بييجي بتشخص بنعمل نتخذ أسليب العلاج نبدأ ندي أدوية نبدأ نتعامل مع الحالة عندها زي النقطة الإشعاعات بقى نوعية الانفستيكيشن فخصات المطلوبة بالنسبة للحالة عادة بنبدأ بالأشعة العادية ثم نتدرج إلى الأشعة بالرانين المقطعية أو بالرانين المغناطيسي وبعدها بنقيم بقى الحالة التقييم هنا بقى بنخضع الحالة إلى عوامل كتير جدا العوامل دي أهمها حساب المكسب والخسارة إحنا هنقعد بالحالة اللي عندنا دي هنقعد بيها ونأخذ مسكنات وأدوية بسيطة ولا هنحتاج نعمل حاجة نصحح المشكلة دي هنا بقى بنحسب الموضوع حسبة عادلة ما للعلاج وما عليه أين كان العلاج حتى لو كان العلاج ده مجرد راحة مش بس عملية لازم بنحسب الفايدة اللي هتعود علينا من العلاج ولو ما عملناش العلاج ده النتيجة هتبقى إيه؟ هنخسر إيه؟ هيحصل لنا مضاعفات إيه؟ طب لو عملنا العلاج ده إيه أنسب وقت؟ وأنسب توقيته وأنسب مكان وأنسب حد يتعامل مع هذه المشكلة أهم السؤال بيدور في خاطر الكسيرين الآن اللي بيعانوا من حالة دي أن هعمل عملية ولا مش هعمل عملية؟ هو ده السؤال الأساسي يعني كل اللي إحنا قدمناه من المقدمات ربما هو فهمها أو أمر بيها أو أرعنها في كوجل لكن الأساس في تفكيره دلوقتي مين اللي هيتعمل له عملية؟ ومين اللي مش هيتعمل له عملية؟ لو بصينا المنظور العملية ومفهوم العملية من وجهتين نظر وجهة النظر الأديمة التقليدية اللي هو الجراح اللي بيعمل عملية بطرق تقليدية بحتة يعني بيدخل يفتح فتحة كبيرة جدا ويشيل حاجات من العمود الفقري ويؤثر على التكوين الطبيعي للعمود الفقري أو يحط المسامير بالهبل شمال ويميل يبقى العمود الفقري متهبس هنا المريض خسر حاجات كتير جدا 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 فهنا بقى الحزبة بتختلف العملية مش هيتعمل إلا لما بعد يبقى فيه مضاعفات كتير جدا ومشاكل كتيرة جدا وأسباب كثيرة جدا أنه هو يتعامل مع المشكلة بطريقة أجريسيف أو طريقة عنيفة كده لكن لو نتكلم عن المفهوم الحديث والجراحات الحديثة بالمنظر والمايكروسكوب والليزر واستخدام الجراحة الملاحية اللي هي بنعمل فتحة أو سوق مصغير جدا ممكن ما يبقاش فيه غرز ما بينشيلش عظم من العمود الفقري بنودخل من الفتحات الطبيعية بنشيل الغضروف اللي ضغط على العصب فقط وكمان بقى عندنا وسائل بديلة بنزرعها مكان الغضروف عشان المريض يتعامل بشكل طبيعي جدا يبقى المريض ده هيعمل عمليته يخرج من المستشفى في نفس اليوم أو تاني يوم هيبدأ يرجع يقعد على المكتب وعلى الكرسي ويقعد يتفرج على التلفزيون من أول يوم هيمشي هتلع سلم وينزل مش هيحتاج يلبس حزام مش هيحتاج يبقى متجبس مش هيحتاج يبقى بيعمل جلسات علاج طبيعي بفترة طويلة ممكن يرجع شغله لو أعمال مكتبية أو إدارية في غضون أسبوع لو أعمال شقة يبقى أسبوعين ثلاثة وأهم حاجة ما فقدش حاجة من التركيب الطبيعي للعمود الفقري بقى الطبيعة ما لعالجنا المشكلة وحلناها يبقى هنا العملية لازم تبقى بدري وبدري قوي ولازم التشخيص يبقى بدري عشان قبل ما الموضوع يتفاقم والمريض يخسر في المر بمضاعفات خطيرة جدا ما احنا في غنى عنها هنعمل حاجة لطيفة جدا حاجة حديثة حاجة هترجعك للمربع الطبيعي وأهم حاجة دايماً بنقول أنت هتخسر مضاعفات مش هتخسر حاجة يعني مش هحصلك مضاعفات انت قطعت المرض على الطريقة على المرض في أول كيلو متر من رحلة المرض دا حاجة جميلة جداً ورجعتنا للمربع الطبيعي استخدام التقنيات الحديثة دي اللي احنا شايفينها زي الميكروسكوب الجراحي والمنزار والليزر والجراحة الملاحية ساعدنا كتير جداً في ان احنا نحقق الهدف ده بس عشان نحقق الهدف ده المريض لازم يبقى لديه الجرأة ولديه الوعي الكامل أنه يجينا بدري نلحق المشكلة بدري كل مريض بيتألم عنده مشكلة في الغضاريف بيتألم والقلم عرض مزعج للغاية ومن حق المريض أنه يبحث عن أنه إزالة الأول هذا المرض لأنه هذا العرض اللي هو القلم وإحنا عندنا مبدأ في الطب أنه لا تترك مريض يتألم يعني بعد كده الأعراض الأخرى يمكن أن نتعامل معها بشكل تدريجي نسبية لكن أنا شايف أنه التعامل مع الألم في مصرنا أصبح فيه دفكت فيه غلط أنه ساعات المريض بيتوجه في التفكير إلى أنه يعالج الألم بس بدون ما يعالج الحالة المرضية وده مش صح إطلاقاً بالعكس قد يفاقم المشكلة وإنقالها من حيز التحكم فيها وعلاجها بسهولة إلى حيز أنها بقت العلاج مش جيد مش هدي نتائج جيدة وغير مضمون العواقب كلام صحيح 100% الألم هو عرض عندما نتجه بمفهومنا كله أنه إحنا بنعالج عرض بس ما بنعالجش مرض إيبقى إحنا هنا فشلنا طبياً فشل زريع جداً عايز أدي للناس مثال بسيط جداً أنت عندك مصنع أو مؤسسة في غاية الأهمية فيها جهاز انذار حريق بيعمل إيه؟ ساعة ما يبقى فيه بداية حريق بيدي ألارب صوت جرز عالي قوي ولمبة حمرة إيه العلاج؟ تجري تشوف مكان الحريق والطفيق وبعدين تقفل جهاز الانذار واللي أول حاجة بتعملها بتقفل جهاز الانذار ده أنت بالعكس بتسيب جهاز الانذار عشان العاملين في المؤسسة ياخدوا إجراءات الهرب والخروج وفيه ناس متخصصة بتتعامل مع الألم مع الحريق فبتحل المشكلة آخر حاجة بتعملها بعد ما بتحل المشكلة تماماً تطفي جهاز الانذار ده الإجراء الصحيح إحنا آخر حاجة مفروض نتعامل معه هي الألم الألم ضرب بنا بعته لينا وعملوا كوسيلة أو كجهاز انذار بيقولنا يا جماعة فيه غلط في الحتة الفلانية فما يبقاش فكرنا بينصب على أن احنا أول حاجة نبطل الألم ده ويسيبين المشكلة عمالة تتفاقم بنشوف ده كتير بقى كل يوم بنشوف مريض عنده كسر نتيجة هشاشة في الفقرات وقاعد بقاله سنين عمال ياخد مسكنات وعلاج للألم والفقرة دي بدل ما كانت متهشمة تهشم بسيط هنعالجها بحقن بإبرة موضعية إبرة ببنج موضعي والإبرة دي هندخل نحقن حاجة جوه الفقرة دي عزم صناعي أسمنتي يخليها صلبة وقوية والمريض يروح بعد ساعة بالزبط ويعيش حاته طبيعه طول عمره إلى مريض آخر تفاقمت المشكلة والفقرة عمالها تتآكل 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 عملت لنا إنحناء وتقوص في العمود الفقري هيتطر سفن نتيجة الضغط على الحبل الشوكي وحدوث شلل إنه يعمل عم يشوف الحقنة بقى شكله إيه لما عملناه بدري الإسود ده المادة اللي اتحقنت عالجة الكسر اللي في الفقرة بقيت الفقرة طبيعية مش هتقعد تنكمش وتتقلص لكن لما اتأخر وعالج الألم بمسكنات ولبس حزام والكلام القديم ده وما يعرفش حاجة اسمها حقن اتأخر بقيت الفقرة دي متقلصة انكمشت قدت إلى قصر وانعواج في العمود الفقري ضغط على الحبل الشوكي عمل شلل النصفي هنضطر نفتح نعمل عملية ولازم نسبت الفقرات ولازم نحط حاجات ونقعد بتلمحاجة حقنة إبرة بناخدها ببنج موضعي حتى لو عندنا سكر ماشينا على دواسيولة احنا عندنا ضغط عندنا سننا كبير مش هنتحمل بنج من أساسه ده بنج موضعي كيني بخلع سنان شفت المفهوم تغير إزاي فاحنا في إيدينا إن احنا نغير كل ده ونعالج ده ونصل إلى الشفاء بأسرع طريقة بوعي صحي الجراحة الملاحية واحدة من نجوم عالم جراحات المخ والأعصاب والجراحة الملاحية موجودة في كل فروق الطب يعني مش بس في المخ والأعصاب بس في قصور في الثقافة وفي نقص في أعداد الناس المضربة على استخدام التقنيات دي لأن التقنيات دي غالية جداً ومكلفة جداً والمؤسسات اللي بتحط بتستخدم التقنيات دي بتدفع كتير جداً لما أنت تبقى جراح من نعومة أظافرك من أول ما بدأ تشتغل أنت بتحط عينك على المايكروسكوب بتشوف الشعرة كأنها حبل كبير جداً وتشوف الخلايا هيبقى عندك فكر احترام كل اللي ربنا أبدعه في جسم الإنسان موسيقى موسيقى موسيقى